اهلا بكم وكل جمعون طيبين خلينا اقول لكم انه الانجازات الطبية ومحاولة المجال الطبي لانقاذ البشرية وتخفيف الامها ده شيء مقدر جدا وشيء على مرر العصور كان obsession رائع رغبة رائعة ما هادش ينكر طبعا انه الام مثلا السيدات شيء مزعج للغاية ومعاناتهم شيء مزعج للغاية وانجاز الطبي ان انا اكتشف طبيعة هذا الالم وطبيعة هذا المرض وان انا علجه وان انا اقدم على تخفيف الم هذه المرأة ده انجاز ما بعد انجاز الطب على مدار العصور انجازاته كثيرة جدا لحدش كان يصدق مثلا فيروس الادز اللي كان من فترة سيارة كان قاتل وكان محكوم بالاعدام على كل المصابين بما يرد الادز انه مع تطور العلاجات الكبيرة ودخول الهندسة الوراسية في التعامل مع علاجاته اصبح الان ممكن جدا السيطرة على الاعراض وابقاء الحياة الى شكل بشكل كبير جدا متوازن غير ده فيه مثلا السل تيبركولوزز اللي كان مرض عنيف جدا وقضع على الاف القرى وعلاف العائلات واودة بحياة الكثيرين مع تطور علاجاته اصبح التيبي مرض مسيطر عليه ويمكن القضاء عليه ده الكلب الريبس ده كان مرض خطير جدا وما زال طبعا مرض لكن فيه تطور كبير جدا مضادات الحيوية ومضادات ده الكلب قدرت تسيطر عليه وتقلل منه الطعون كان يعني الطعون ده كرسى وكانت يعني سموه حتى الوباء لسود وحاجة قاتلة جدا اترنا العلم الطبي قدر يسيطر عليه اضف لكده برضو الزهري الزهري ده من امراض اللي كانت خطيرة جدا جدا الزهري كان من الامراض شديد للانشار في القرى السبعتاشر والثمانتاشر دلوقتي اصبح الزهري مرض تاريخي ومسيطر عليه بشكل كبير صحيح تواجد لكن البنسدين قدر انه هو يخذ عليه سرطان عنق الرحم او رام اللي فيه سرطان عنق الرحم ده يعني او ده يعني مثلا في امريكا سرطان عنق الرحم ادر يتسبب في وفاة قد ايه في وفاة في 2010 اربع تلاف امرأة لقت حتفها بسبب سرطان الرحم النهاردة بالباب سمير واكتشافهم للفيروس اللي بينتقل الجنسين ويؤثر على عنق الرحم اللي هو باللومة فيروس ادروا ان هما يقضوا على فرص انتشاره ويخصوا بشكل مباشر ومبكر ويأثروا فيه او رام اللي فيه اللي كانت بتكبر وبتنتشر وبتزيد ادر الطب ان هو يحجمها ويتفوق عليها وينتصر بتقنيات الجراحية ووجود المناصير ووجود الجراحات بشكل متقدم للغاية قدم الانجاز الطبي للبشرية حلول كانت تعتبر مستحيلة او كانت تعتبر حلما بعيدا النهاردة احنا بنتكلم على الانجاز الطبي النهاردة احنا هنفهم كويس جدا انجاز من اهم الانجازات وانشوف تجربة من اكبر التجارب واكثرها اثارة وخصة انا اعتقد انها هتسير فيكم الكثير جدا جدا من التفاؤل والاعتمادية على انه الطب المصري قوي وقادر على انه يقدم الكثير والكثير من الحلول لامراض قد تبدو مستحيلة التعامل والعلاج النهاردة حلقة مسيرة للغاية واكيد مع ضيف عزيز علينا للغاية وقمة علمية كبيرة وميجا ستار وطبعا كالعادة يبهرنا دائما بتقديمه للكثير من التجارب العملية والتجارب الجراحية شديدة الاتراكشن وشديدة الاجازبية لان استمتع النهاردة بحوار مطير للغاية مع ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة استاذ الاسزة وطبعا يعني صاحب الجماهيرية العملاقة الاستاذ دكتور سيد الاخرص التوائم اكثر عرضة للدرمويل سيست عن غيرهم وان الام اللي ممكن يكون عندها درمويل سيست ممكن تلاقي بنتها عندها درمويل سيست اسر بالكامل عندها قرام لفية بالكامل عندها قرام لفية اسر معظم عندهم بتاني ترحم مهاجرة اسر عندهم فتء بيحصل نتيجة امراض وراثية وكأن الخلاف جسدي احيانا تتصرف بتنظرية المستعمرات لما زودنا بزيادة الوعي الصحي بمرض زي بتاني ترحم المهاجرة وقلنا انه ما بيجيش فقط بشكل الام في دور ولكن مش دايما لشكل واحد ونمطي ده مستخبف الف وش ووش ده مستخبف الف قناع وقناع الأستاذ الدكتور سيد الأخرص استشاري أمراض النساء والحقن المجهري وجراحة المناظر وأطفال الأنابيب الحاصل على الزمالة الأمريكية لجراحة المناظر المتقدمة والمساعدة على الإخصاب عضو الجامعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة عضو الجامعية العالمية لجراحة مناظر النساء والمؤسس لمستشفى الأمم والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحمة المهاجرة في الشرق الأوسط أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي أهلا بكم طبعا اسمحوا لي في هذه الحلقة الهمة جدا أنا أرحب مضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة وأستاذنا أستاذ دكتور سيد الأخرص أهلا بك دكتور عيمان أهل وحشنا جدا جدا عليش بقى يا جماعة أنا إيه تلقى إيه أنا طبعا بالشواء اللي فاتتنا أول مرة أشوف الضيف العزيز اللي معانا النهاردة حاجة مزهلة حاجة أنا طبعا حتى أقول لي يالها ربياد يالها ربياد إيه ده ورم ضخم جدا على فكرة برضو الكاميرات والتصوير مش هيبين حجم هذا الورم ده كارسة يعني ده مش ورم عادي ده كتلة ضخمة جدا صخرة كبيرة للغاية فيعني أنا مبهرت دكتور إيه ده ده جيمس خالص إيه ده جايانت تيوبر يعني أنا ما شفتش في حياتي جار بهذه الضخمة ده ورم صعب جدا 25 كيلو 25 كيلو وقبل ما أتكلم وأسترسل عن الورم فعلا الضخم أو نتكلم على مادة ضخمته قد إيه مادة ضخمة العملية وإزاي أنه وصل للمرحلة دي والحجم ده وإزاي صحبته كانت مساحبات زي وعيشة به وإزاي أن نقدر في الآخر أنه هو يأثر على كامل حياتها وحتى على المحاطين بيها وإزاي أنه قدر تتوحد معه لدرجة كانت مستنيها الموت قبل ما أتكلم ونقول وصل كده إزاي وكان ممكن الوقاية منه إزاي ونسرسل ونتكلم علم ما نخليه النهاردة الناس بجد تعيش معنا لحد دوتة كانت ماشية إزاي من أول ما المريض بتخش وإنت كطبيب بتفاجأ بإيه ده إزاي مريض قادر يتحرك بكل الكتلة الصماء الصخرة اللي داخل لجسده 25 كيلو يعني معدل يعني كأنه في طفل بالغ مثلا من جوة 25 كيلو مزان 25 كيلو 25 كيلو وكمان كله متكتل نصب من هدم نصب من هدم 50 كيلو ده هو 25 محطوط داخل محطها ومؤثر على كل أعضاء جسمها وحضرتك يعني إيه كالعادة بتقرب جدا من المريضة رغم أنها برضو أنسقفتها على قدها ست يعني بسيطة لكن قدرت تقول لها كلام هي مستوعبة جدا جدا وبعدين سكر وضغط وقال لها لا ما ينفعش عمليات فأنت بيينت لها وبعدين كمان وجهت رسالة مهمة لفكرة أنه المكتبع ساعات بيطارت ده كثرة ساعات الدكتور بيطار متخوف من ضغوط المكتبع طبعا يعني إحنا كانت لحالة هي لما حد يشوف أنسة تصل إلى حوالي 42 سنة عندنا كذا مشكلة تعمل مع أنسة تصل إلى 42 سنة بدون زواج لأسباب مختلفة نبقى نقشها ونتكلم على الأسباب المختلفة اللي بتؤدي لارتفاع سن الزواج هو مشاكل تأخير الزواج عند البنات وعند الرجال عندها ضغط في سكر في سمنة مع الورام اللي في يعني في علاقة أكيد مباشرة ما بين السمنة والأورام اللي في وتضخمة في علاقة ما بين السمنة والسكر في علاقة ما بين السمنة والسكر والضغط مرتفع وفي علاقة كمان لما تيجي تسمع التاريخ لدورة غير منتظمة من البداية لسبب يكون تشخيصه كان غير مكتمل زي تكايسات المبيضين فتلاقي فيه تكايسات مبيضين تؤدي إلى سكر زور سكر متأخر سكر الدرجة النوع الثاني من السكر اللي ممكن هنفرد أكيد بشكل مفسر ومبسط كل التفاصيل لكل الأمراض اللي بنكلم معنا يبقى ده مقدمة في إزاي بالأيام يغفل ذلك وبالتدريج تبدأ تلاقي الموضوع ظهر كمان حصوة في المرارة فبقى في علاقة بين السمنة وحصوات المرارة وعلاقة ما بين عشان كده يقولك ما بين الأورام اللي فيها وحصوات المرارة يعني فرصة تواجدها هل ده كان بيبقى فرصة يعني فردية مصادفة ولا العلم كده بدأ يحط قواعد اللي الناس اللي عندهم حصاوي ناخد بالنا أنه ممكن يكون فرصة الأورام اللي فيها عالية هل في حاجة في جينات تربط بينها وبين بعضها كل ده هنستطرق لي استعال نقول ونبسط النهار بعد ما المريضة جت وشوفنا قد إنها تخوافت وبدأ ما تنزلش من بيتها بسبب الألام المبرحة اللي بدأ إنها تقوم تتحرك بيها تقعد ينزل يطلع على فوق على رئاتها تتحرك تزع يجبس عليها في الآخر الفترة مش عاوزة تنزل من لما لقيت إنه أحيانا دخلة تعمل العملية بتاعة المرارة وبعدين الضغط والسكر مش منضبطين وبالتأكيد لأن سيكونس من الأحداث ممكن يحصل كتير جدا بسبب عدم انضباط السكر والضغط والسمنة ممكن في الداخل غرفة العمليات تفاجأ تفاجأ بمشاكل لا حصرة لها والدكتور هنا أحيانا محطوط بين إيه المتركة والسندان يعني يقوم بدوره وبعد كده يقوم بدوره على أكمل وجه وتحدث مضاعفات مرتبط ارتباط وثيق بالحالة الصحية للمريضة لا أحد أحيانا يقدر يبردكت أو يبقى متوقع في حاجات مهما تحط كل الاحتياطات تفاجأ بتغيير مصاري الحالة وبعد كده يولام الطبيب نحن نزود الوعي هنا عند الناس أن أحيانا الطبيب بيلعب دور مش أحيانا كثير من أحيان بيلعب دوره بكامل المهنية وبكامل الاحتراف وبكامل الأنسانية لكن تحدث أحيانا مضاعفات لا يمكن أحد السيطرة عليها كان ممكن السيطرة عليها لو إحنا كنا من البداية نتكلم عن البرفنشن بيتا الدانكيور الوقائي خارج من علاج اللي إحنا الهدف من حلقتنا هنفضل نتكلم على إيه بيتا الدانكيور الوقائي خارج من علاج بنتكلم على ورم ده الورم وفيه جزء جنبه بسيط قوي الورم اللي فيه الورم بالكامل الورم أزيق والرحم الورم بالكامل طالع من البرود لجامنت الورم مش طالع من جسم الرحم طالع من فيه الرابط المستعرض للرحم وإدل يسرح بالكامل تحت الغشاء البرتوني فبقى ريترو بوروتنايم واصل ضغط على الأورطة بالكامل رفع الأمعاء كلها فوق يعني هو احنا واخدينه هو رفع الأمعاء فوق هو تحت الأمعاء يعني عكس ما يكون ورم ليفي زي 2015 ورم ليفي ضخم بس هو ورم ليفي كان طارع من السيربيكس واتجه لفوق حتى ما اتجهش كان بصيره سيرفاكال ميومة واتجه لفوق لغاية من عمق الرحم الخلفي الخلفي وطنق لغاية الحجاب الحاجز المرة دي لأ ده هو رافع البرتون رافع الأمعاء تحتهم تماما ومرتفع تعال نبص داخل غرفة العمليات عبنى نروح بس لغرفة العمليات يعني حضرتك قرار ناس في الوقت إن شباب الأطباء بتفرقوا علينا وحتى لبنى المرضى قرار مثال إن انت تتصدر تقول أنا هعمل العمليات أنا يلا أنا هعمل العمليات ليه ولازل زل تفهم الكلام ده إنه في مثلا مشكلة إنها ضخمة زي دي مشكلة ضخمة جدا كبيرة جدا أسر حاجة هو الهروب تحت أي عزل من الأعذار حتى لو الهروب بتعالي في أي مشكلة إن أنا متقلاتش المنصب أو ما حطتش نفسي زي ما يقوله قدام فواهة مدفع ضخمة بالشكل ده القرار هنا قرار ثابت في كل السنين يعني 2015 نفس الحال 2016 نفس الحال آخر 2016 نفس الحال إيه إيه اللي بيدور في دماغ قبل العملية بص هو مبدئيا أنا بجد ما ليش هتكلم على شخصي إحنا لما تعيب المشكلة ما لابد إنك بتدرس المشكلة من كل الجوانبها وبعد كده تحط الاستراتيجية للتعامل مع المشكلة وبعد كده تحط كل الاستعدادات الخاصة لهذه المشكلة واستعداد هنا فيه تيمورك كامل من الدكتور التخدير المناسب اللي هيخدر الحالة أستاذ دكتور رحمد فواز قام بجهد مشكور بشكور على الهوى إن إيماء تقاعص إن هو يتعامل أستاذ التخدير طبيعا شابس ما قدر يتعامل هو والتيم الفريق بالكامل اللي بيساعده في تحضير الحالة وتخديرها داخل غرفة تعملين استعداد كامل بجراحة بجراحة عامة دكتور أشرف سالم في مسالك بولية دكتور كريم عمر نيسا دكتور محمد حامد والدكتور دية كامل لاستخراج الحالة على أكمل وجه استعداد دكتور محمد أبوليني لاستعداد الجزء البطنة وتحضير الحالة سواء تضبيط ضغطها وتضبيط سكرها احتمالات الجلطات قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية اللي هيتم قبل العملية اللي هيتم المانوفر اللي هيتم وتنامز زي في أثناء العمليات وما بعد العمليات اللي هيحصل إذا كان ستوكينج وإذا كان هتبقى إيرلي أمبولانت وإذا كان وإذا كان وإذا كان لخطوات التغذي بالإضافة الحمد لله رب العالمين الخلقات المتراكمة للتعامل مثل هذه الأحداث والأورام اللي فيها على العموم نحن نتعامل على الأورام اللي فيها في أوضاع مختلفة في أماكن مختلفة كانت تساوي الأول استقصال أرحم لعشان ما تخشش في متاهات ومعارك وأحيانا تبقى خسيرة ممكن نتعاملنا مع أمراض وأورام 52 ورام ليفي لفتاة 28 ورام ليفي متكلس أورام موجودة في السيربيكال في السيربيكس في البرود لجامنت كل دا تعملنا معاه فبقى عندنا خبرات متراكمة دايما الخبرات المتراكمة بتخلي القرار أسهل وأيسر ليس استعراض لو أنت عاوز تخش عشان تعمل حاجة جديدة وفي الآخر خالص تلاقي أنك أنت فقط إنسان يعني أنت كمان أحيانا بعض الحالات بتبدأ تفكر كمان تعملها منظومة إيه الحالات اللي ممكن تستفيد لو عاوزين صغر الورم الأول تستفيد إن إحنا أحيانا ممكن نقول هناخد بعض الأدوية وساعات الأدوية تبقى كونتران ديجيتل لبعض الحالات التانية إزاي تعمل إنفيدوذيزيزيشن يعني كنت تعمل تخصيص كل حالة على حدة تفصل مخرج لكل حالة على حدة تابعا للجميع إذا كان هي عندها ضغطة أو عندها سكر أو عندها سمنة أو أزنها إيه أو بتعاني من حاجة تانية أو أمراض تانية متلازمة معاها كل حالة لها مخرج بشكل معين دي بتفكر في خلفة دي كملت إنجاب دي عندها مشاكل بشكل آخر دي معاها بطالة رحم مهاجرة دي معاها تكويسات مبيضين دي دي عندها أمراض منعية كل حالة بتدرس بشكل مفسر وبتدرس على حدة وفي الآخر خالص بيتكون رؤية وبتحط حاجة اسمها رود ماب أو خريطة الطريق لتعامل مع الحالات كل حالة على حدة ندخل غرفة العمليات ندخل غرفة العمليات وخلي بالكم من معلومة طبية مهمة جدا إزالة ورم بالشكل ده أنت كل الجسم أو كل اللي حواليها وكل الأعضاء اللي الورم ده جواها أو بينها الورم عامل عليها ضغط مرة واحدة أنت هتشيل هذا الضغط في الطب ده حاجة مهمة جدا أنه مرة واحدة الأوعية الدموية ومرة واحدة الانتستين ومرة واحدة الفراغ اللي هيتشال منه الورم مرة واحدة يحصل له ديستنشن مفاجئ انبساط انبساط مفاجئ يحصل أوعية الدموية ممكن كلها تنبسط الدم يروح يحصل له بولنج بولنج بركة يعني كأنه بدأ يخش في الأوعية الدموية دي فيه يحصل هبوط مفاجئ في الدورة الدموية بالرغم من عدم موجود نزيف حارجي أو نزيف حقيقي فتفاجأ أنه ممكن حصل هبوط مفاجئ للمريضة عشان كده هتنام ازاي هتطلع الورم تدريجيا ازاي ليه ياخد وقت يا دكتور سيد معلش أنا يعني وحيي جدا ويعني أرفع لك القنبعة على هذا الجهد الغير عادي غرفة عمليات أنا كنت بسأل حضرتك وإحنا نتفرج بتقول لي صمت رهيب مفيش حدي بتكلم خالص ولفت نظري أنا مش جراح يعني أنا راجل بطنة فلافت نظري حاجة غريبة جدا أنه يعيني السريل بتاع الجراحة لا يسمح إلا بإيدك ويضوبك الاسيستنت وقف في ناحا التانية بيساعد فإنت بشايل الليلة كلها وبعد دي قلت لي أي غلطة هنا تود الدنيا في حتة تانية خالص شرايين كتيرة والمساحة كبيرة وإنت خايف الورم يرجع مرة واحدة يروح جاي ضغط على الشريال فإنت بتشيله بحذر شديد يرقم واحد لما بيكون في تيم وتيم اتفعنا قبل كده كلمة تيم اللواء تيم 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 يقدر يحقق مور أكتر يعني لما يكون مع بعض هنقدر نحقق عن نكون واحد لوحده وده فكرة إن بجد نعلق بكلمة تيم ورق الناس أحيانا متخيلة كلمة تيم ورق إنك أنت ممكن تكون حدي بييجي يشغلك حالة ده المفهوم القاصر ده قصير النظر وقصير القامة في أي مجال لأنه عاوز مش عاوز يرتفع على إنه يفهم يعني إيه كلمة تيم تاني حاجة داخل غرفة العمليات صمت لا تسمع دبيب النملة اللحظة بتاعة خروج الورم الورم أنت بتقدر بتفتح فتحة وبتبدأ تعمله تبدأ تولده وتستولده من داخل الفتحة عشان يطلع بالتدريج وتبدأ بعد كده تشوفه علاقته إيه بالمحيط اللي حواليه بالأعضاء اللي حواليه لأن من وره فيه أمعاء زي ما قلت لك هو ريتروبوتين فرفع الأمعاء فزي أنت هتنزل هنا من ميزو كولون بقى من وهو القولون ماسك في كل الأوعية الدموية الخاصة بي اللي بتغذيه وزي أنه هو كمان متحوط بشبكة عنكبوتية من الأوعية الدموية إن انت مش عاوز تخش في جسم الورم نفسه فممكن اللي بدخلت في جسم الورم ممكن يحصل نزيف لا يتوقف يؤدي بحياة المريضة داخل غرفة عماية أونس بوت فزي نقدر بتخش عاوز تتوفق وتصل إلى البلينوف كليفج يعني بتخش ههو مكان الأق إزاي بتقدر تخش ترفع الكابسولة اللي حواليه اللي هي كومبرزد من التيشوز اللي حواليه من البريطون المرفوع وتبدأ بتخش تعمل بلانت ديسكشن اللي هو تأشير بلانت مش شرب أحياناً يبقى بلانت تقدر تخش بالزق كده وتقدر توسع تشير نعم أو تشير نعم وزاي تقدر تعمل شرب ديسكشن بالمؤسس لما تقدر توسع لنفسك ازاي انك انت تلاقي وانت بتشغل أزا مايسترو في صمت بسيط جداً الكل بتعامل بلغة العيون أحياناً وبلغة توافق يعني مثلاً انت بتمدي إيدك في اتجاه تلاقي الدكتور اللي معاك اللي بيساعد اللي لقى قل كفاءة قادر يوسع ازاي في حتة معينة وقادر يحط ييده بشكله في حتة معينة وزاي ان انت ممكن تكون بقى ايه عاوز انه هو يقص جزء من القريب منه او يربط وعاق دمه من القريب منه ازاي ان احنا عاوز نعمل المسالة البولية من قدام الحلبين على فكرة دي غرفة تضم يعني كل الجراحين في كل تخصصات الجراح يعني فيه انه هوت انا شايف المسالك الجراحة العامة دكتور عشرف سالي دكتور كريم عمر دكتور محمد حام دكتور ديعة طبعا كل حاجة مهونت لازم تتوقع ولازم تحط تحط زي ما انتفقنا رودماب خارطة طريق للاخراج الجيد وتبقى تتر تعمل كل حاجة عشان حتى لا تلوم نفسك انك انت تقعصت او ان انت تأخرت او ان انت ما كنتش مستعد استعداد جيد في حرب تكون موجودة كل اه طرق او كل اه ده جنود مشاه ده مدفعية ده طيران ده دفع اه جوي تقصد كل التخصصات بتبقى موجودة لاخراج اه امل في ربنا يكون اخراج جيد لانه هيساوي كتير اوي 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 لما تخرج المريضة وهي الحمد لله تدب فيها الحياة فتدب فينا الحياة احنا كمان مرة اخرى لقدر الله لو حصل اي حاجة اكيد بلا شك كل كل تيم ده ممكن ده يا جماعة اكتر من كم موجودين في قطة عمليات واحدك اكتر من كم عدد كم ممكن اكتر من عشر عشرين اكتر اللي حوالين غير تيم طبعا الممرضات تخدير غير دعم غير المستعداد الخارجي كمان اه اللي هتبدأ جزء الاخر في سواء في الافاقة كلهم متعلق بقلب طبعا طبعا بالتأكيد متعلق باللحظة اللي طلع في الوحظة معلش الحتة الشحيرة دي مهمة مش احنا الوحيدين بص على العموم كل الاطباء داخل غرفة العمليات ده بصدق اللي احنا شايفينه ده جماعة في مئات غرف بالالاف غرف العمليات كل يوم على مستوى مصر بيحصل كده وبيحصل فعلا ياما داخل غرف العمليات اصيب اطباء بسكتات قلبية بسكتات دماغية من نتيجة الله يرحمه ويحسن اليه استاذ النساء وتوليد العملاق الاصر العين اصيب اكيد بالمنار يعني داخل غرف العمليات ربنا ارحمه ويرحم الجميع وبجد يقدر يقوي الباقي الموجودين عشان يقدروا يشيلوا الحمل اللي موجود على اكهلهم وعلى قرارهم ان القرار عمل زي الطلقة احيانا يطلع ما بيرجعش وانت بتاخد قرارك عشان يعني يعني عاوز يبقى التلامة ما فيهوش تردد لازم يكون في دراسة ولازم قبل الدراسة وقبل الاستعداد وقبل 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 وبعد دعوات الناس ان تكون مسنود ومسندة كاملة من السماء اللي احنا شفناه ده موجود في الاف قرى في العمليات على مستوى مصر طبعا الطباء كتير جدا ممكن يفقدوا مش بس حياتهم يجيلهم عدوى يجيلهم اصابات عنيفة يتعور يصاب اصاب على مستوى مصر طباء كتير بدفعوا تمن كبير لهذا الجهد الكبير لك خلينا اقول لكم فيه اهمال ما فيش شاك فيه حتت فيها اهمال مش فيه حتت فيه اهمال عوز اقولك برضو تاني محدش هتخيل ان فيه اهمال في امريكا لا فيه اهمال في امريكا فيه اهمال في اربا او فيه اهمال في اربا اين عمل اهمال نسبي لان الاستعداد والامكانيات برضو ما فيها فروقات رهيبة بالرغم من كل الامكانات اللي بتبقى متوفرة والفروق بين الاستعداد سواء بامكانيات مادية يعني بامكانيات تجهيزية للمستشفيات وبالرغم من كل ان كل المصانع اللي بتنتج كلها خارجية يا أمريكية يا أوروبية بالرغم من كل الإمكانيات دي اللي أحياناً يحدث ما لا يحمد عقباد أخر وراء في العمليات التالي كمان الأطباء المصرين بجد عندهم اللي يقدموا وقدموا كتير جداً 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 لما بيتوافر حاجتين الإمكانيات والاستعداد والتدريب تلاقي فيه تفارات عشان كده أطباء مصرين كتير جداً بجد لما بيبقى منظومة متكاملة يبدعوا وأبقى قريتهم تزهر ولا قلوا كثيراً جداً عن من مثل أكرانهم ولكن هي بيئة تبقى خزبة لإخراج وإفراز منتج جيد بس جهز له البيئة الخزبة عشان يطلع المنتج الجايد ويا ريت إن احنا نتعلم التفرقة بين الموامل نضرب على إيده ولكن المجيد لازم نشد على إيده هي كلمة واحدة الجزء الأخير في العملية لوح تحضرك شايل الورب اللحظة دي يعني دي بقى اللحظة لطيفة جداً وتعبر عن شخصيتك الحقيقة أنت معللتش في اللقطة شلت الورب يا دكتور سيد جاهد ابن لازينة عملية أربع ساعات جاهد عضل جبار فضيع عضلاتك أكيد أرقى تروح تشايل الورب بقى 25 كيلو ده وهو كان أكبر من دلوقتي هو طبعاً السوائل بتاعته قلت والدم اللي فيه قلت وصممت لو شفنا الصورة إن انت تروح بالورب تروح لغاية قط لغاية الترابيزة وحتى تروح ترفع رأسك لفوق يعني تستنشق لها أو أقوى ونظرة للسماء وحمد لله أه ده صدق لا لا الحتة اللطيفة جداً في شخصيتك انت متمسك بيه يعني انت ما سبتش أي حد بروح تشايلو كده وبنديل حد لأ انت بشيت بيه طب حتى حد حاول يقرب منك يشيل ما فيهش هم إحساسهم احنا كلنا بجد بندوب في بعض بس إيه في اللحظة دي لا لا هو إيه يا جماعة ده بتاعي ما عنديش يخدم لا اللي هو إيه عارف بجد كده زي ما كون إيه كنت بتطلع تمسح من بركة اه فانت استطف عارف زي ما كون إيه بعد كده توحدت اه معاه فانت توحدت وخرجت بيه عارف بقى يعني انت في لحظة ما فيه توحد بجد يعني انت يعني إيه عارف هو زي ما كون إيه انت عاوز تخرجني مش هخرج اه مش هتقدر فهو متمسك بكل الجانب وقع شبكة بقولك عن كبوتية من الألياف ومن الالتساقات ومن الأوعية الدموية وبعد كده بتقدر بعد ما شئت ربنا يخرج فانت دي إيه انك انت بتتوحد ما تقدرش بقى دي اللحظة بيبقى فيها كمان حالة من الايه الشبك النفسي سعادة بقى سعادة كامنة كاملة ان يا رب تكمل على خير بقى قدرنا الجزء الاول من العملية الجزء التاني إزاي ان نقدر نكمل العملية وتقول المريضة الحمد لله وخرجت العمريضة كانت واخدة بينج نصفي وكنا بندعبها أثناء العملية بندعبها أثناء العملية أحياناً إيه الأخبار عاملة إيه وصلتوا لإيه عملنا إزاي وصلنا لإيه أه كده يعني أولاد انت في ملكوت آخر تاني الحمد لله أنا كنت مش حاسة وصلنا بإيه اللهم لك ألف الحمد الحمد لله القياسات شيء مهم جداً نشوف دايماً دايماً يعني عشان تبقى كل حاجة تبقى ريكوردد وكل حاجة تبقى بجد ليها قيمة من عمل عمل منكم أن يتقنوا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر رب ده وربنا أن يتقنوا وربنا يتحدث عن نفسه العظيم فيقول في كتابه الذي أتقن كل شيء نصنعه يعني قدي ربنا بيعلمك الأتقان فيطلب منك الأتقان عشان أنت تحمل روح من الله الكلمة دي مهمة أولاً روح من الله طالب منك الأتقان يعني يعني رائع والله لانت لفدت نظري كلمة الأتقان يعني الأتقان اللي هو كلمة في القرآن طبعاً طلبها اللي هو متقن الصلاة اللي هو بمعنى إيه إن يبقى فيه سلوك مختلف فيه أتيتود والكلمة الأتتود دي عاوز أقولها لك مرة في نظرية إنجليزية أمريكية إزاي كلمة أتتود تساوى 100% أو الكمال لما تبدأ تجمع الحروف فتساوى 100% غير أي كلمة تانية بمعنى أنك أنت تغير من سلوكيات أكيد كلنا نفتقد إلى حاجات كتيرة جداً نفتقد إلى حاجات كتيرة جداً بس أنت بتحاول تشتغل كثيراً من الأحيان على نفسك يمكن أحياناً بتبقى مرهق للآخرين اللي حواليك لأنك أنت شايف ضقالة الأشياء جسيمة شايف إن المفردات الصغيرة ما ينفعش إنها تعدي لأن مفرد صغير مع مفرد صغير بساوي قيمة فأنت لما تعدي ده وتعدي ده تسقط أشياء حاجات كثيرة فأحياناً بتبقى مرهق للآخرين لأنك طالب من غير ما ترشر بتنشد ليس الكمال ولكن الإتقان وده عشان كده دايماً يقول لك إيه لما تيجد حاجة تقول لك سويس ميد صناعة سويسرية أو تيران سويسري أو كلينك سويسري معناه الإتقان حتى في أوروبا سويس يسوي الإتقان طيب إذاً إنك أنت تقدر تعمل ده لأن ما فيش بشر غير بشر تاني السادات الله يرحمه كان يقول كل مننا يمكن أن يصبح ملحمة وقصة نجاح بمعنى من غير ما تكون ده هدفك أنك تكون ملحمة أو قصة نجاح بحد دي شاء أنك تكتهد وفقط بالصبت ودعي السماء تلعب دورها حقك هتاخدوه مش بمعنى أن الحق هنا ده إيه أنك أنت هتلاقي دورك وموجود واجتهادك لا يضيع أن الله لا يضيع أجر من أجر من أحسن عمله طبعاً فتعالا نشوف بعد كده نواصق سبقوك علموك يطلع مقاس ده طوله في عرضه وميزانه وبعد كده في الآخر هتحمل ده كله عشان في الآخر خالص قدمناه فعلاً لجينيس ريكورد وقدمناه في بروكسل في الدورة الخامسة وعشرين للمناظير المتقدمة للنساء اللي هنكلم فيه في حالة الأورام دي قياساتها مهمة جداً وطبعاً هو كان باين أنه أكبر بكتير من الحجم اللي احنا شايفينه دوقتي يعني في الجار ده لأنه كان فيه تمددات أوعاد موية وكان لسه فيه مية وكان لسه فيه سوائل أكيد حصله شرنك لأنه كمان الفرمالين اللي هو محفوظ فيه دوقتي ده بيمتص من المية فاللحاصات دي بقى ما زلنا احنا في المريضة احنا شيرنا الورم اخذنا شيرنا المريضة المريضة بقى ليش حتة دي ولونا حتة يعني حتة بالنسبة لأنا مهتم بها جداً أنا خايف جداً من أنه لوعية الدموية بقت التاسعة وهواء الأخيرة الكير بقى بعد كده بالمريضة دي وعشان مايحصلهاش شك مايحصلهاش انخفاض في ضغط الدم مايحصلهاش أي اتراف في الكهربة القلب مايحصلش ان الانتستين والأمعاء لما تتحرك للتوية وتغير مكانها هكذا كلها بقى من نوعها ازاي بعد ما خرجنا الورم زي بانتها شفته وبعدين خدنا قياساته وبعد كده كان فيه جزء آخر الدكتورة نفيسة البدوي بتشعر الهيستو باثولوجي عشان لا قدر له ما نكتشفش بعد كده انه يكون ايه النوع مايسار كومة لا يوم مايسار كومة يطلع يكون سرطان يبقى كمان مشكلة بعد الضخامة دي كلها والمريضة مش هتقدر تتحمل بجد تخش في مدات سواء اشعاع او كيماوي او 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 الحمد لله انه طلع ورام حبيب ازاي انك انت متعمل بوستو برتفكير بقى البوستو برتفكير والسلوب وانت بتطلع زي ما انتفقنا الديليفري بتاعه بيري سلوب بتقدر تعمل هيموستيزيس بعد كده بالراحة ازاي انك انت بتعمل بنداج بعد العملية للبطن بالكامل ازاي انك انت بتشوف الدورة الدموية بشكل او باخر نومها ازاي ويا فلات بعد كده لما بتقوم يقوم دور بقى ده كاترة البطنة وده كاترة الرعاية في الجزء اللي هو الست ساعات الاولانيين 24 ساعة الاولانيين 48 ساعة الاولانيين يعني فترة الخطورة تبدأ تقلب التدريج ازاي بتبدأ تحرك المريضة بدري عشان ما حصلش جلطات ازاي بتعلمها تمرين النفس عشان ما حصلش اي مشاكل او يحصل لقدر الله شاور ويطلع فوق ازاي بتاخد بعض الادوية اللي بتقلل فرص الجلطات الموجودة ازاي بتعمل ستوكينج بتلبس شربات بشكل معين عشان ما حصلش جلطات في القدمين ازاي بيحصل تدليج للقدمين وحركة دائمة للقدمين كل الكلام ده بيتم وفق منظومة متعرف عليها في كل ربوع المستشفيات المختصة والمعارفة جدا بتتعامل ما مثل هذه الحالات ازاي اهتمام الصحافة الورقية والالكترونية بالنوعية ديت من الاحداث الالمية والحدث الالمي ده شيء مهم جدا هو شيء مهم وفي نفس الوقت هو كانت يعني الاهتمام ليس معناه هنا نشر خبر او اسرار قد ما هو زيادة الوعي زيادة الوعي ان احنا كنا عوزين نزود الوعي عند الناس ومنؤكد ازاي نصل يصل الامر ان اللي لاقي مرض او ورم يصل الى هذا الحجم واكيد في ناس ونمازك كانوا قبل كده كتير عندهم الامراض والاورام وانا متأكد لو عملنا سيرفي على عموم مصر هنطلع مشاكل لا حصرة لها نتيجة اللي هنتكلم فيه غياب الوعي الصحي رقم واحد تاني ان المرأة لما بنيجي نتكلم ونقول المرأة مش وقد حقها مساوات الرجل بالمرأة هو ايه بمعنى انتوا ساووا المرأة رجل بالمرأة هو دي حقها بس نهتم بالحالة الصحية للمرأة ويهتمام الحالة الصحية للمرأة اللي هنكتنى فيه تفصيليا عشان حتى نقول ايه المفردات الاساسية لما نيجي نقول ازاي انك انت بتقدر تستثمر كل الامكانيات في تربية فتاة فتجد الاستثمار داخل فتاة بالتعليم وبالماديات بتخرج منطق حقيقي نافع لنفسه نافع لأسرته نافع في وطنه والوطنه وبيزاوي المواطن وتساوي ان المواطنة بتزيد وبتساوي ان الأسر جنب أسرة جنب أسرة جنب أسرة هو ده الوطن هو ده معنى كلمة وطن لان الوعي الطب المستمر يسوي المتابعة الجيدة المستمرة مفيش حالة في فرنسا ولا في انجلترا ولا في امريكا هتسكت انها تعيش بورم زي ده مستحيل اللي هتلاقي ممكن في الهند او في الهند ممكن في افريقيا اللي ممكن يكون فيه تباين ومليار نسمع فبالتأكيد هتلاقي فيه كرة بالكامل غياب بالوعي وهتلاقي مشاء الهند وصل مليار فاحنا بنقول الهدف ثم الهدف ثم الهدف ندق ندقوص الخطر ونقول انا الاوان عشان نعمل منظومة صحية حائية ونهتم بالانسات صغار السن مشروع مستقبل او المرأة الام في المستقبل عاوزين نتكلم على ان قد ايه لو احنا بنتكلم ان الوقاية خير من علاج فانت عندك ثلاث مستويات للوقاية خير من علاج مستوى اول ومستوى تاني ومستوى تاني والوقاية بمفهومها هو اي عمل وجهد يقلل من مشكلة صحية ويمنع من انتشارها والمستوى الاول من الوقاية انه هو منع زهور المرض من اصله زي مثلا اللي بيتم دلوقتي لشلل شلل الاطفال او الجدري او الجدري او الطعون فتبدأ تحط الامصال لمنع المرض من زهوره من اصله المستوى التاني يؤكد على فشل المستوى الاول انك انت تقدرش تمنع المرض من اصله ولكن تحد من قوته وتحد من انتشاره بمعنى ان يتعالج بدري بعد زهور المرض نعالج بدري تظهر بطاني ترحم المهاجرة انعالجها بدري لكن من الافضل ان احنا نحط بعض المرضى اللي قادت هاي ريسك عشان تتحط في المستوى الاول ونقدر نقول مين المرضى ذات المخاطر او مين الفتاة ذات المخاطر اللي ممكن يزهر عندهم المرض هل فيه وراسة هل فيه بيئة هل 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 ونقدر نحط مين اللي عندهم السادات يحصلهم تكيسات مبيضين اكتر مين اللي عندهم السادات يحصلهم سرطانات اكتر فنقدر نحط المستوى الاول المستوى التاني لما يزهر المرض نتعامل معاه في سن مبكر بشكل فيه كل الشراسة والصرامة للتعامل مع الامراض حتى دون الزواج حتى في مستوى المراهقات عشان نحد من قوة المرض وانتشاره حتى نشتري احيانا وقتا هادئا من الصحة لنقدر عشان نقدر نتعايش به المستوى التالت هو كأنك بتعالج العضو اللي اصيب من المرض بتحاول جاهدا انك انت تترجع العضو ده انه يتعامل مرة اخرى فتيجي تشيل ورم ليه فيه من رحم تفاجأ انك شلت الورم ولكن الرحم حصل بعد التغيرات الشكلية انه لا يصلح انه يشيل حمل او ينفجر اصناء الحمل انك تشيل ورم كبير جدا في المبيض او بتاني ترحم مهاجرة من المبيض فتفاجأ ان المبيض فقد وظيفته لكن انك وانت بتشيله نحلت نحط الجزء الاصيل في خصوبة المرأة وما يطلق عليه بمخزون المرأة الاستراتيجي في التبويد ازاي وانت بتتعامل مع تكايسات مبيضين وسبتها بمشاكلها فتفاجأ ان الامراض المترتبة والمضاعفات لتكايسات المبيضين ليس فقط انه هو فرصة الخصوبة قد ممكن يحصل سرطنات في الثادي وسرطنات في الرحم نتيجة التأخر في التعامل مع متل الامراض من بدايتها لازم نزود الوعي للناس ونقول للناس من النهاردة كفى وكفى ازاي هنقولها واحنا ماشيين بالتبويد خلينا اقول انه الاورام اللي فيها علميا سبابها او التفسيرات العلمية المتعلقة بها هي عدم الانجاب الانجاب ست ما انجبت شيء فيبدأ كنوع من التعويض هناك تكوين تحتحت تأثير هرموني لبدايات ورمية تنمو مع الوقت ولانه ما فيش تأثير او ما فيش إنجاب حصل فيبدأ الورم يزيد مع الوقت ويكبر مع الوقت ده يخليني اول انه احنا محتاجين نهتم جدا بالغير متسويحة بحقيقة فيه امراض كتيرة جدا بترتبط بالاحيانة بالسمنة والنالي بارتي يعني ما كونش خلفت قبل كده او الدليم مارتج اللي يكون متأخر جوازها ومع السكر ومع الضغط ومع الوراثة وقديه الناس متخيلة انه ممكن يحصل ايه عزوف عن الزواج احيانا بيبقى تلقائي ان انا بدأ بدرس او ان انا لما تخرج ان انا شخصيتي تكتامل الاول ان انا عشان اعرف ده يعني اعرف اخد شريك حياتي وان ازاي انه ممكن وضع المادي يكون افضل بعض المجتمعات تقولك عشان تبقى البنت متساعة بالولد فتبقى عضو فعال في المجتمع فيبدأ تكون منتج ساعات الجمال ساعات الجمال بيكون عامل يعني البنت الجميلة ساعات بيتبقى مدللها بسبب جمالها وزي ما بيقولوا ايه خطابها كتير طبعا فبارت عمون حاوزيني كلمة عن نسد وكلمة العوانيز دي بقت مصطلح موجود في كل الدوريات العالمية نتيجة ان ارتفاع سن الزواج على مستوى العالم ليس بس في الشرق الاوسط لكن حتى لو احنا قلنا على مستوى العالم بعض البلاد المتقدمة بيتكلم ارتفاع سن الزواج لأسباب معينة واحنا بنتكلم ارتفاع سن الزواج نتيجة الخلل السكاني وارتفاع عدد السكان وانه هل لما كنا بنزوج القاصرات ومستوى صغير فعلى القاصرات لما بتزوجوا بينجيبوا اطفال بيبقوا مشاكلهم صحية والاطفال بيكون عندهم مشاكل لما بتكونوا وتجوازوا بدري دي مشاكل نتكلم فيها طب واللي اتأخروا دورهم ايه والاهتمام بينهم يكون ازاي والمشاكل النفسية اللي بتترتبوا بيحصل لهم اكتئاب نفسي نتيجة التأخر في الزواج طب ده يكون حلوا ايه طب والبنات اللي ممكن تكون خايفة ان سنها بيجبر ورصدها من المبيض بيقل هنعمل معهم ايه هنتفرج ان ممكن تكون واحدة ام عندها بنت وبتجبر ولسه ما تجوزتش ولسه ما تخطبتش وممكن تكون عدة التلاتينات او الخامسة وتلاتين ورصدها من المبيض بيقل وكفاءة المبيض بيقل طب ايه الموضوع نقدر نحافظ على الخصوب ازاي ازاي نقدر نحل مشاكل كتير جدا من البنات الصغيرة اللي عندها مشاكل وسرطنات في المبيض او سرطنات في الدم او عندها مشاكل تانية بتضطر انها تاخد بعض الامنوصابرسيف واللي ممكن الحاجات اللي هي بتعمل تصبيت لجهاز المناعة هنعمل معهم ايه حلول ومشاكل كتير جدا واشكال من المشاكل المختلفة اوزن نحط له حد لكن يبقى دائما الالم كيف يتحول الالم الى امل وكيف هل هو يوتيوبية الطب هل هو فكر اللي هو بتدور على اللا او العدمية الفكرة العدمية اللا وجودية بمعنى انك بتدور على حل غير موجود الا غير في السرح والتفكير فقط ولكن ممكن الافكار تنزل ويبقى لها اخدام وتتحرك وتتحول الى حقائق نقدر تعالى نشوف كنت عاو سوري نشوف انا عايز اوريك يعني زي ما بقوله ايه البزرة عندما تلقى في الارض وبداية نموه ده شيء مهم جدا ما ننساش الرابط الاساسي احنا وصلنا لكده عشان فيه اهمال فيه نجليكشن فيه تجاهل فيه 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 تجاهل لحاجات كتيرة مش بس اهمال الستة لانها عندها ورم ليه في بدأ يكبر لا اهمال اللي حواليها ليها في هذه الحالة اهمال التشخيص المبكر اهمال التفقيف المهم الكامل ليه انه مش هيسكت هيكبر اكتر كمان مهمة اوي اوي انه زي ما انا قلت الجميلات لعنتهم دائما الحيرة الجميلة يعني عندها لعنة اسمها الحيرة دائما تحتر مهمة اول مجتمعنا دلوقتي ان احنا الانسات اللي تأخرنا في الزواج وصلنا الى سن ليس بالقليل كثير جدا من اساليب التعامل معهم بتم باسلوب نقدر نقول الاخراج من المجتمع او الانعزالية او الوحدة كثير منهم عندهم حالة من حالات الوحدة وحالات الانعزال وعدم الاهتمام المجتمعي لانه هي ما عنداش اولاد ما عنداش زوج اختها ممكن تسأل عليها اخوها ممكن يسأل عليها مشاغل الحياة تعاني من مشاكل صحية هي اللي بتتحرك لوحدها في الدنيا السيدات دول انا الاوان او الانسات دول انا الاوان على المجتمع الطبي ان يلقي بضوء كبير مهم واهتمام كبير عليهم انا الاوان ان احنا هنزل لهم نظرة مليئة بالاهتمام بالرحمة وبالتفاهم لمشكلتهم واعتقد ان احنا النهاردة بنبدأ خطوة مهمة جدا من خطوات الاهتمام بهذه الشريحة الكبيرة الهمة والمنتجة ومنهم مبدعات ومنهم عباخرة ومنهم 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 اللي اتأخروا بسبب انشغالهم في عمل مهني معين يعني 90% او 95% منهم ان لم يكن اعتقد 100% جميلات فعلا جميلات حقيقة اه وعوزين نقول لو احنا كنا عوزين نقدم نموذج النهاردة لانسة عمرها عدى 72 سنة انسة عام 72 سنة كان بتشتكي ان في من السنتين الاخر سنتين فيه دم او النزيف متقطع من حين لاخر عيشة به عملت بعض الفحوصات المبدئية برضو مفيش حاجة زهرة فقدت تاخد بعض الادوية وبعض الاساليب البسيطة على الاقاف مثل هذا النزيف وصلت ازاي الى السن ده بدون زواج نقاش ده جزء اجتماعي اعوزين نناقشه في نفس الوقت الجزء العلمي بقى ان ممكن تتعامل مع مثل هدي السن ازاي وانها فتاة ومازالت الى الان غشاء البقاري يمثل لها ايه والرحم يمثل لها ايه بس انا واقف عندي نقطة لو انت قلت اري فيها الاول الشمعة غاية ما الشمعة اطفت ده تتعبير مشهور على فكرة في الارياف انه البنت يعني وصلت الى سن خلاص ما بقتش مرغوبة في الزواج بس شفت احيانا الحب بيبقى مرضي من الاب اللي بيدور لبنته على احسن فرصة فيعد يرفض 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 وتوافى الاب ووقف الرفض وبقى الرفض بقى اختيار بعد كده مبقاش اجبار شف قد ايه بقى اجبار مبقاش اختيار يعني احيانا نشرب حاجة نشرب حاجة احيانا بلاش نبالغ بلاش نبالغ نضيع احسن سنوات العمر لبنتنا انها تعيش احسن فترات حياتها ويكون فيه ثمرة الزواج مبكرا انها تجد شريك بجد تحت سامة ربنا وانها تجد في الاخر خالص لو كان فيه فرصة للانجاب ثمرة الزواج لما يتأخر ده بجد بتحرق من ده وقد ايه بتخش في مشاكل نفسية وقد ايه بتخش في الاحباط وتعملت الدراسات على الاحباط اللي بيصاب المتأخري في الزواج فوجد ان الرجل كل ما هو متأخر في الزواج اسمه شاب لسه والمشكلة مش ببقى حاسس بيها قوي قد البنت البنت بجد اللي بتحوش بقد ايه ان منحنة خصوبتها بيقل ومشاكلها بتزيد وبعد كده ممكن تجبر هل تتزوج حد في سنها خصوبته قلت هو كمان ولا هتتجوز حد اكبر دراسات كتيرة جدا سواء بره او جوه وان ازاي الناس بره بس بتبقى عندهم مشاكل والحل اللي غريب اللي هنتكمن فيه الفرق ما بين مجتمعنا ومجتمعات المفتوحة بره اللي يحصل تأخير في الزواج ولكن تأخير في الزواج ومشاكل ان يحصل ايه متأخرة في الزواج ولكن فيه معايشة مقابل الزواج مع بوي فرند عشان كده لا هم عدوا محدش متخيل ان مثلا دون ان نبعد عن موضوعنا النهاردة ان فيه حوالي تلاتين مليون طفل بدون اب شرعي في العالم في العالم وعندك اربعين مليون عملية اجهاد سنوية بتتم بسبب العلاقات غير الشرعية وعشرة مليون ميسكارج بيتم بسبب العلاقات الغير منضبطة تحت مسميات انها متأخرة في الزواج والفعلا في المجتمعات الشرقية العربية المسلمة المسيحية المرتبطة بدينها تتزوج البند مبكرا بس بس قدي امتى من كم سنة من فوق الثمنتاشر سنة وده الافضل من الثمنتاشر لاخر العشرينات ولما تعدي بقى الثلاتينات واخر الثلاتينات وكير في اللي بتاع الخصوبة ومشاكل اورام اللي فيها ومشاكل اخرى وممكن تكون مبقاش عندها استعداد للانجاب ده دعوة بجد اللي الزواج مبكرا اقصد مبكرا في النصوص المنصوص بيها ما فوق الثمنتاشر سنة عشان تبدأ تنعم البنت بحياة مستقرة وافضل عن انها ممكن بتخيل انها لما تكون اكبر من كده ومشاكل نفسية ممكن تترات لانا نشوف العملية اكتشفنا ايه كان ممكن اكتشفنا بالمنزار الرحمي وبعد كده اجرعنا العملية العملية دي طبعا بدون صوت فاحنا هل اه العملية باختصار شي ديد قوي عشان منطول شي احنا اضطرين هنا ان احنا نعمل لان احنا كنا شخصنا ان في تغيرات غير محمودة عثناء منزار الرحمي كان مفروض يبقى موجود الصورة بتاعته بس طبعا عشان عاوزين نعرض حالات كتيرة النهار ده واستقصال الرحم ليه استقصال الرحم لان الرحم طلع قصاد نهو فتحنا الرحم في اندومترا الكارسنومة في سرطان في الرحم نماشي شوية نماشي نماشي نجري شوية بدأنا ندخل خليهم نجري شوية للحال الصورة نجري 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 نعوز بس اللقطة الأخيرة لقطة الأخيرة استخراج الرحم نجري نجري هو ده مش الهدف نجري 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 قصاد ما نطلع الرحم بس نرجع شوية ورا سنة صغيرة نرجع سنة صغيرة نرجع سنة صغيرة بس لو سمحت بس رحم لما بدوس هنا بينزف منعونك الرحم نفس الخلالة اللي كان بتنزل عليها في صورة كتل بتنزل. لما نفتح الرحم ده شريحيا كده ودعونك الرحم طلعناه بالكامل. شوف ادي سرطان الرحم. سرطان بطانة الرحم. ده الاندومتر الكارسينومي. اللي شوفناه بالمنزار الرحم اللي كان نفسي اورهولكه قبل ما نجري العملية. والنقيد دي كان زي شكل الشعب المرجانية. والدورة الدموية اللي كانت موجودة لدرجة صورنا الدورة الدموية او بمعنى الريد براكول بارسلز يعني يعني كرات الدم الحامرة وهي ماشى في الاوعية الدموية وده كانت بينة جدا وبرومنة جدا. الحمد لله منسات ربنا ان السرطان ده كان موصلش حتى موصلش للسيربيكس ومخرجش من جدار رحمهما حتى موصلش في الغدد اللينفوية اللي موجودة والحمد لله ربنا. يعني انترفيران جيب في بروبرتايم يعني تدخل جراحي. كان ممكن قبل كده ان نقدر نعمل منزار رحمي لفتاة ونشوف داخل منزار رحمي ونكتشف مبكرا بعض المشاكل الموجودة ولو كانت تتعامل الرعاية الصحية لمثل الانسات اللي اتأخرنا في الزواج وتقدمنا من العمر لان طبعا الاندومترا الكنسر بيبقى زايد مع النار الباريتي ان عدم الانجاب وتأخر وفي نفس الوقت زايد بالسن. ليها مداخلة؟ اه ستة هدى ازايك اهلا بيك اهلا يا دكتور ازايك ستة هدى؟ الله يخليك والله كنت زي السكر الله يبارك في عمرك يا دكتور الله يخليك لديك الصحة يا رب يكرمك يا رب وهنشوفك بقى في الحج السنادي ان شاء الله دعينا الحج كلنا مع بعض يا رب يا رب يا دكتور امسورك يا رب يا رب يخليك ويسبت علمك ويزيزك علم ربنا يخليك يا رب يخليك اهلا بيكتورك ايه؟ اهلا بيكتورك ايه؟ الحمدلله ساخدك عامل ايه دلوقتي؟ انا ننسيت اسأل حضرتك على المية والحموم والصالة والكلام ده؟ لا عيش حياتك عيش حياتك قوليلي يا ستة هدى قوليلي انت كنت بتقوليلي اه ليه تاخرت في الجواز؟ اه عسى ان والدي يعني بقى يرجع الناس اللي ما تعجبهوش اه اه بقى يمشيهم يمشيهم وبعد كده ايه؟ الشمعة الطافت اه اه فهمنا طب قوليلي قوليلي اه يعني انت دلوقتي بتنصح كل الاهالي ان هما يكونوا اكثر تفاهوما شويا وتقبولا عشان يجوزوا بناتهم بدري؟ ايوه اه يعني ما يعملوش اه قدوا المواضيع كده دلوقتي التعايد اكبر بكتب لزمان التعايد باغلات والحالة هل انت عانيتي ان بجد انك ما تجاوزتيش؟ لا لا الحمد لله من ربنا يعني سبحانه وتعالى مفيش حاجة بيعوض ربنا سبحانه وتعالى بيعوض اه الحمد لله الواحد لا محموله على الله الحمد لله صحيتك عامل ايه دلوقتي؟ اه شوية يا دكتور بس مش عارفة بقى ايه اعمل ايه الاكل والمية خايفة اجيب مية على الجارح لا تجيب المية وكل حاجة وان شاء الله تعدي عليا وهقولك كل اللي جاي يبقى ماشي ازاي الحمد لله على سلامتك الله يسلم حضرتك وكل اللي انت عايزاة متاكل اللي انت بس ما تقليش اوي في الاكل يا حاجات بسيطة اه مفيش نفس يا دكتور يعني اجل حضرتك امتى؟ تعاليلي اي وقت… تعاليلي بكرة اورتينة وان شاء الله ربنا اياديك الصحة والعمر ونسعد دائما بسمع صوتك ونهتم جدا لصحتك ونطمن على صحتك انت واللفوف الحواليك يا كريم ربنا يخليك يا رب ودعني شكرا لك يا ستة هودة على مدخلتك الجميلة وعلى انك انك سمحت لنا ان احنا نسجل معاك ونشوفك يعني طبعا احنا انا بحترم جدا المريض اللي بيهتم بخصويته وما بيحبش يصارك ده بيحترم جدا جدا وبيسمع علينا ان احنا نسجل مع الصوت وبحترم جدا وبسعد جدا بيه الناس بتطلع بصورتها وبتكلم بمنتهى الحرية لانه هما بينقلوا خبراتكم اتكسرت حواجز الصمت اه كسرنا حواجز الصمت والناس عندها السعداد انها بجد بالعالم كله ازا دكتور زي ودكتور اوز ودكتور فيل البرامج العالمية الحمد لله احنا اعتقد ان احنا بنقدم حوار طبي اكسر اكسر تفصيلا منهم كمان الحمد لله يعني ما نيجي نقارن التفاصيل اللي احنا بنقوله هنا هما لما يتكلموا ابدا العرام اللي فيها بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها بالتفاصيل ده لكن يخلينا اقول انه هناك هناك في امريكا ظهور المريض بنفسه وبحواره وبتكربته وهو الاخير ولما بيعمل سواء مثلا في لقاءات بتاقي بينقل خبراتنا ويعلم انه ستة هودة النهاردة صوتها ده هيوصل لأب مغالي على مغالي مغالي يعني جاية من مغالة على خطيب بنته في التكريف والله لا مات انت بص الخطوبة مستمرها لما تجيب لنا شقة سنعمة شقة في كومباوند يا باشي شقة عليت انت مان عليك تكسر يا لشفت ده انا شفت ده انا شفت ده انا شوأة وللمرة حد قال لي بص كل ما له سلك وفيه شويضة في حيطة فهو مسؤوليتك انا عاد افكر بيلي من السلك وفيش انا حس ان انت عمتك عقدة مش عبت تخلص منها كل ما تيجي لحيطة دي تفكرني افتكر بالسلك والله لا انساها قال لي كل ما له سلك وفيه شويضة في حيطة فهو ملك والعاد من المسألة وصل انت تروح لعند بيته وتجيب عيال صغيرة جيدة وبيت تتوب وتقعد تحدي فعليه وتخلص لا لا راجل حبيب لا يعني اقصد اقول انه ايه مغلاء الرغبة ان انا افضل ايقولك ايه هيتستعلى عند احسن منك بقتد هيجي لها دكتور لا يجي لها راجل اعمال لا يجي لها قاضي فيه زواج نفسي زواج نفسي بين البنت وابوها وبين الام وابنها فبيحصل مغلاء من غير ما نشعر عشان كده هو النقاش العلمي والطبي والنفسي الاخراج الاخراجنا من المقاذك النفسية دي اللي بتبقى بتخلينا ناخد قرارات عكسية احنا حبنا المفرط لأولادنا احيانا تبقى مش عارف تخرجه من بيتك او تخرجه من بيتك فتلاقي بتبالغ انت بتبالغ وعمالة تجهد حقها في الحياة من غير ما تشعر دعوة للفكر مرة اخرى النهارده احنا بنزود الكاميرا من خليها 360 عشان نشوف الحدقة كاملة ونقدر 360 طبعا يعني رائع الزكرة استاذ اسامة كابال لعنى انا بنستلف منه تعبير ما سوى 360 اه بتاعتنا احنا بقى عشان نقدر نقول بجد ما نزود الحدقة نقدر نجيب السن بالكامل ونقدر نشوف يعني كل الانواع من الامراض اللي مرتبطة بتفاوت زمني وفي السن احنا شوفنا ستة هدى طبعا تعال نشوف مثلا الطفل امال اه نشوفها بقى بسرعة لان انا عايز فيه فيديو او فيه حاجة عايز اقول لكم دي مفاجأة مهمة لازم نختم بيها فاماني بسرعة نشوفها ودي برضى تعاني من مشاكل في المسانة نشوف الاتهابات نشوف الهدف طبعا احنا هنا يعني احنا دخلنا من زهر مهبالي الطفلة ست سنوات كانت بتشتكي من تكرار افرازات مهبالية ذاتة رائحة كريهة واحيانا يحصل احتباس بولي اه احتباس بولي ليه كان سببه هنا كان هنا فيه نوع من الالتصاق الشفراتين وبيتجمع الافرازات داخل المهبل لدرجة بدأ يحصل انكباض على عنق المسانة فيحصل احتباس بولي لما عملنا المنزار اكتشفنا التهابات داخل المهبل ده عنق الرحم لطفلة عندها ست سنوات تم التعامل مع الالتهابات الموجودة داخل المهبل ودخلنا بمنزار المسانة داخل المسانة فوجئنا ان فيه التهابات في جدار المسانة الداخلي واحتقان في الاوعية الدموية لطفلة عندها ست سنوات بالجوار تم الالتهاب المتكرر من المسانة هنا كمان كنا بنقول لما بنجي بنتعامل وفكنا المشكلة وتحلت المشكلة عند البنت بنقول بعض النصائح السريعة لمثل هذه الاطفال كل الاطفال اللي في الحضانة وكل الاطفال سنهم صغير بنعودهم ان هم يروحوا تكرار كل سنة ساعتين تلاتة يخش يعملوا طويلت عشان يتعلموا يدربوا المسانة وما يجمعش البول في يحصل التهابات برقم واحد وفي المدرسة وفي المدرسة يا ريت المدرسة البنت رفعت إيتها عايز تروح للحمام سيبها تروح للحمام كتير جدا من الاطفال عندهم استعداد ان هم يلعبوا واخروا دخولهم التويلت على انه مندمج في لعبة او مكسل ان يقوم وبالتالي يحصل التهابات نتيجة التكرار وتراكم البول الملتهب داخل المسانة البولية بنقول انه كمان منعودهم لما ييجوا يخشوا في الطويلت ويحصل تشطيف غسيل بنخليش الغسيل من وراء لقدام لمن قدام لورا من قدام لورا كأنك بتنظف وبتنازل لو كان فيه التهابات تبقى لتحت لكن من وراء لقدام ممكن تجيب بيجيب التهابات بيجيب التهابات من فتحة الشرق من فتحة الشرق دي حاجات بغنية منطقة بسيطة وتحلت المشكلة وكانت جدتها كانت معاها لو كان فيه وقت صغير نقدر نقول مفيش وقت نقدر نتكلم على أنا عايزين للوقت خلاص أسف مننا فأنا عايزين نقول في عجالة سريعة الأنسة الأنسة في العجالة سريعة المنظمة الأمم المتحدة منظمة أمم المتحدة أفرادة يوم 11 10 من كل سنة هو يوم الفتاة العالمي بقى لها راب أربع سنوات تعمل إصدار يوم الفتاة العالمي بمعنى إنها كانت بتزود الوعي للفتاة على مستوى العالم إن بيحصل تمييز بسبب الجنس يعني دي بنته وده ولد كتير جدا من الناس بيتمنوا إن عندهم صبيان مش بنات إن ممكن استغلالهم جنسيا إن ممكن استغلالهم في جوازة من مبكر كل سنة كانت بتعمل حاجة يتأكد إن الاستثمار في الطفلة هو استخراج يعني بيؤكد إن فيه في الأخص ده وعي وصحة قرارنا وزكأنا إن إحنا نستثمر في أطفالنا لإنه ده يساوي دايما تنمية مستمرة لإنه بقى فيه أم هنا موجودة في الإصدار الخامس كانت من الأمم المتحدة إلى أمم مصر المستشفى الأمم إن إحنا قررنا إنشاء مركز أنيسة مركز أنيسة هو مركز أول مركز متكامل لعلاج أمراض المراهقات والأنسات ومتأخر الزواج هنبدأ بحملة بجد حقيقية لزيادة الوعي عند الأطفال في سن المراهقة لأن كثير جدا المراهقات يعينينا من مشاكل مرتبطة بعلم المرأة الأندج والنطجة واللي اكتملت أنستها وانت بتبصلها بشكل كتير جدا من أمراض المراهقة ترهك المريضة وترهك أهلها وأحيانا ترهك الطبيب اللي بيعالجها لأنه أحيانا لا يرى أسباب معينة لمثل هذه الألام اللي موجودة واللي هنلقيها تباعا في السلسلة من الحلقات المتصلة بزيادة الوعي بأمراض المراهقات والأنسات ومتأخر الزواج كل سن أو كل مرحلة من دي كانت ليها مشكلة بشكل معين هنفردها وهنتكلم عن الأسباب المختلفة من الأمراض العامة اللي بتنحك في جسدها من الأمراض النفسية من أمراض الغدد ومن أمراض النسائية وزيادة التغذية وزيادة الوعي عشان يبقى فيه في الآخر أول مركز متكامل لعلاج أمراض المراهقات والأنسات ومتأخر الزواج مركز رائع جدا مركز حيحقق أنا متأكد نجاح كبير جدا جدا واختيار رائع جدا للإسم اختيار رائع جدا للفكرة اختيار رائع جدا للتوقيت وأعتقد أنه كمان المصريات هؤلاء المصريات المتميزات جدا جدا اللي اختبرنا الصبر بكل أنواع هو تعرضنا لضغوط اجتماعية عديدة في مجتمع قد لا يتفهم وقد لا يستوعب وقد لا يرحم البنت التي تأخر سنها في الزواج الآن العلم فرض نفسه وأعتقد أنه سيكون صوته عالي إن شاء الله وأوعدهم بجد إن شاء الله عبر نفذة القاهرة والناس مع الدكتور أيم راشوان إن إن شاء الله هنعمل لهم موسوعة كاملة على كل الأمراض اللي بعناننا منهم وبالتالي بسهولة الوصول والمعرفة والحل لكل تفاصيل وأنا عارف أن الوقت قدايق بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي هيكون كثير من يحمل كثير من الخير إن شاء الله الذين أو اللواتي تأخرنا في الزواج البنات دي البنات دي أمانة في رقابتنا كلنا أمانة في رقابت المجتمع كله المجتمع كله الذين ننظر لهم بنظرة مهمة جدا لو ليك أخت أو ليك بنت عندها هذه التجربة الإنسانية الصعبة ما تتخيلش حجم الوهد اللي هي فيه ما تتخيلش حجم الإحساس الراجل مختلف تماما إحنا كرجال إحنا إشطة جدا إحنا عايشين تمام حياتنا زي الفل بالعكس يعني البنت لا البنت بتحس بالوحدة البنت تحب الأسرة تحب إنها تراع البنت عايزة حد يسأل عليها عايزة ابنة عايزة زوجة عايزة إمكين لما يكون عندها زوجة مش مخلفة ده بيخفف كتير من وطقة الوحدة عليها أرجوكم رعوا بناتكم أرجوكم اهتموا بيهم أرجوكم إسعوا إن هم ما يحسوش بوحدة الزمن ده مش ناقص كمان إنها تحس بوحدة مش كمان الزمن نفسه محسسها بالوحدة وإنت تبعد عنها كأخ أو أخت أو أب أو عم أو خال سلة الرحم ده مهمة جدا ودول أولى الناس بسلة الرحم لأنهم في النهاية بيبقوا مخلوقات رقيقات جدا 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 وبالخجل مناحهم إنهم يدخلوا في حياة اكتماعية لأنهم مش عايزين نظرة المجتمع أرجوكم كمان خفوا عليهم في نظرات المجتمع المليمة أو الملامة وبلاش إن أنا أوجه سؤال لفنانة كبيرة جدا جميلة جدا إنها شديدة الجمان وحد يسأل الأولاد أخرت سنة زواج ليه ده سؤال غير منطقي وغير مقبول وأساسا أنا كمتابع ما حبش أسمعه ست زال أمر أكيد في يوم الأيام هتتجاوز حتى لو هي وصلت سنر بإنسان خليقوا دايما فيقين وملكزين لأن الناس يحساسين جدا ومش مستحملين صورة من صور إساءة الحوار أو صورة من صور النظرة الغير منطبطة ضيف العزيز القيمة العلماء الكبيرة الذي أبهرنا اليوم والذي أسعدنا دائما ودائما يعني بأرجع له الفضل في هذه الجمهورية الكبيرة اليوم الجمعة تحديدا ولحضور الدكتور في هذا الشكل الكبير جدا لشيء شرف لينا وأكيد دكتور سيد الأقرس دائما ضيف العزيز ودائما المبدع يعني الذي يبهرنا بحواراته وإنجازاته المتميزة خليقوا دايما مع دكتور الحوار مثير وممتع ومستمر مع ضيف العزيز دكتور سيد الأقرس اسم المتميز القدير وحوار رأى جدا حاجة حاجبني الورم اللي في الكبير الضغط وطلة بنظهر بعد كده الفيلد الفيلد واضح رائع راقي راي راي زي ما يقولو الورم ضغم كده وفجأة الورم يعني 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 طبعا العملية احنا خصرناها عملية بتاكد وقت طويل هم سرق الورم اللي في فهو احنا في فاصل بقول لد الحياة دي تفكرتني بسرقة عبر الزلط الورم ليه في عمل زي بابر الزلط اتسرقت بابر الزلط يعني نشرتوه اللي هو الحادث سرق وابر الزلط ومش عارفين وقضوه فين واللي سرق وابر الزلط هعمل باي يعني يعني لو اسرق عربية ماشي غير اركامها لا ويسرق ازاي وسرق ازاي وبيمشي بالبطئ ده ويروح بفين يعني هركنه تحت البيت مسلا هطلع بي مهندس عمال في فيلم جميل الله يلحب مهندس عمال المنومال 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 اللي هو التدخل الجراحي وفعلا كأنك بتسرق بتنشل المرض من داخل الجسم دون أن تربك الجسم داخليا ده هنا بقى أنا عايزك حضرتك تقدم هذه الفكرة ده ده تعليمي للأطباء شرور الأطباء ان احنا يعني ان شاء الله في اللي جاي هيبقى فيه شكل مختلف معاك عيما زي ما بنعمل كل شوية نومال مروجرس ده الميومة رموفال فروم برجن ليدي يعني ورم ليه في تسقصل من عزراء بنت عزراء يعني كومبلين بتشتكي من ألم في الدورة وبلفك بين وفاجنا بلين سبع سنين ميديكال هي فري ما فيش اي شك ولا لسكر ولا ضغط مرتفع ولا اي مشاكل وما ما لديش عملية وسيرجي ما لديش اي جراحات قبل كده والسونار كان مطلع ان ده انترسيشيا لداخل عضلة الرحم وحوالي عشرة في تسعة ونص يعني عشرة في عشرة ده اندومتريا عشان كده بتعمل النزيف وكان معا كيس كيس وظيفي كان ثلاثة ونص سانتي نرجع للصورة اللي بعدي او نرحل للصورة اللي بعدي وده كأنه ده الفاينل ان احنا عملنا اللابروسكوب وستان الميومة كانت حوالي عشرة سانتي وعملنا يعني احنا شناه وخياطنا داخل الرحم داخل بالمنظار يعني وبعد كده صلناه عن طريق المرسيشن الفرم كأنه ملخص للحالة بنيجي نشوف الحالة التانية نشوف الحالة التانية وزي ما قلت هو دايما السؤال الذي يطرح عدد أورام لفئة كبيرة تجاهل تام لأكيد أعراض يعني هما 64 ورد وعشان كده أنا كان استرعى انتباهي وتوقفت وعملت لقاء مع المريضة قبل مقصود به شرح أنا عارفه أوصله للآخرين للمرضى اللي بيستمعوا عشان ليه انت سكدتي ليه وصلنا لكده لفت نظري قوي برضو تفسيراتها ما هو ده اللي أنا بقول عليه غروب المريض بتفسيرات غير منطقية لعبت رياضة وقفت رياضة فحس فيه ماس حس فيه كتب هذلك ده العضلات بتاع البطن ومش عرف ايه بدأت البروزيو بقى عزيد من اللازم ومش خصة عضلات بطن المعنى الاخير بقى هو المعنى المستغرب جدا يعني لغاية دلوقتي الامور كلها ماشي ميت فل وبطن نزيف ومش عرف ايه والواجعة في البطن وصعبة في التنفس حتة انا بدأت اقتنع انه افضل استنى لما اتجاوز هي البنت خايفة اي من انها بنت تعمل اي تدخل وانه معك جواز حتة حضرك اصررت ان انت تقوم منها يعني المعنى اللي في دمكها وانت متخيلا اسهل هتحلل لوحدها قلت لك لا ده انا ده انا ده انا ده انا اه هتو بقى اسهل انا ما فهمتش ده اتفكر كده اهو هي تزيها زي كتير جدا من البنات بقابلهم كانوا متخيلين ان دي سامنة كانوا متخيلين ان البطنهم اللي بتكبر دي سامنة ان عضلات زي ما هي فكرت ان بدأ يحصل كرش زي هتفكرت كده ده جزء عشان يبقى شد الانتباه بجد ممكن تلاقي ان المحطين اللي حواليها ان بطنهم بدأت تعالى قبل الدورة وكل بقول لها فيه ايه لو هي متجاوزة انت حامل انت حامل ده برضو عشان يشد انتباه ان البنات او حتى السيدات اللي بيتفرجوا لان الاورام اللي فيها اقصر الامراض شيوعا الحمدية بتستولي وتحتل الرحم الجزء التاني كتير جدا زيها زي البنات لما تتحل المشكلة وهي بنت غير ما تتحل وهي مدام هم مش عارفين ايه الموضوع بس المتخيلين انه لما تبقى مدام فده اسهل جراحيا ومش هيتأثر ممكن متخيلها ليه علاقة بغشاء البكارة فبيبقى بالتالي لا ازاي هعمل عملية وغشاء البكارة والاورام اللي فيها وهي مش متخيلها كل الجزء كان جزء من خلال البطن والتعامل هيبقى من خلال البطن مش مضطرين ان احنا نعمل حاجة عن طريق المهبل دلوقتي والكلام على المهبل ومنظار الرحم وكلام ده بعد كده نبقى نكلمه زي ما تكلمنا قبل كده على الدخول الامن ما التعامل مع الغشاء البكارة والانسات كان حتى جزء من اللقاء اختزل ان انا كنت بكلمة بلاب وليه تأخرنا عشان نقابل تحديات كده سواء اي جراح ممكن في الاخر واقف قصاد معضلة جياله واحدة الرحم واصل لغاية زيفسترنم لغاية عضلة الضلوة وبالتالي عندها تحديات ونفسها تحافظ على الرحم وعندها التحديات دي كلها اصلا يا دكتور ساد احنا عارفين انت بتحافظ على الرحم انت في حالة متأخرة انت في حالة صعبة انت في حالة ممكن اي حد يبص ويحسبها اكتر من مرة انت ممكن يحصل الناس في داخل غرفة العمليات فهي دعوة هنا لكل فتاة بجد تاخد بالها والاهالي والأسر ياخدوا بالهم التدخل المبكر افضل كتير جدا 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 وابسط كتير جدا عندما نتأخر فنفاجأ بجد ان احنا وصلنا نقول ان احنا نسأسر للرحم عشان كده كنت بقول ان لما نقول ده من العار ان احنا نقول لفتاة نشيل الرحم لمرض حميد بس ما توصلناش ان احنا نبقى من العار عشان ناخد قرار زي كده يعني 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 بمعنى اقصد كده اه حانوا بقى مضطرين مضطرين علميا ما نقصد كده اه ان نقصد الوعي يزيد عاوزين نزود الوعي لأهلينا في كل الكرة والنجوة وفي كل المحافظات يا جماعة الموضوع ما يبقاش الى الان الى الان اثر بالكامل سواء عرب سينة او سواء في الصعيد او سواء في بعض الكرة في ريف مصر يخجلنا او يخجلوا انهم يودوا بنتهم تتعالج ويأنسة بنتكلم انت بتقول من شوية الناس ممكن يكون مش فاهم لما ييجي ينظف بيته وبالتالي شوية التراب اللي جمعهم بدم ياخدهم وطلحهم برا يحطهم تحت السجادة محدش هشوفهم كأن المشاكل انا بدريها مش مهم محد يلحظها هلبس كرسي عشان لما يكون لابس برا محدش يلاحظ ان باطن كبيرة وانت بتخدع اللي يشوفك او انت الشكل يبقى شكله ايه وانت صحتك متكاملة طب القامس وانت بتلبسه ونازل وكرشك عالي شوية مش مينكد عليك طب ما تنزل تلعب شوية تجم وتخلص الأمور وخلاص مش كده 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 البانت جايب ومل على ايه الحاج بتزعل انت ومراضك وكده وكرشي طلع اوه خلاص طب تعالي نشوف الحالة نشوف الحالة اللي هي عدد كبير عدد كبير عدد كبير عدد كبير لو تعالي نشوف اوه ايه بقى اللي بدي حصل بالوقت هنا اه احنا اول حاجة بص هنا بنعمل حاجة من رغم من عدة الاورام اللي فيها المتدخمة وكتيرة الاول بنعمل منزار زي ما اتفقنا بنعمل منزار عشان نشخص هلفيه التساقات مع الامعاء او منديل البطن عشان ما نتورتش حتى لو هنكرر انه ده جراح لان من الوعي انك انت ما تعملش منزار لعدد من الاورام غير معدود لا بالعدد ولا باللوكيشن ولا 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 وبالتالي فتحنا البطن وانحنا متحق ولسه كنا بنقول ازاي تقدر تعمل العزف المشارك ما بين اللابروسكوب المنزار واللابروتومي وبعد كده ترجع باللابروسكوب مرة تانية زي ما هنشوف بننهي ازاي شوف عدد الاورام اللي فيها اللي طرعه من مريضة واحدة شوف لما كل ده يكون طالع من حالة واحدة احنا اختصرنا اه انتو اختصرت عشان احنا لانه احنا المشاة طعي صعبة شوية دخلنا بالمنزار بعد كده اي المنزار بص بص البطن بعد الورم اللي كان واصل لغاية الكبد واصلنا الاورم بالكامل شوية التجمعات الدموية المقبولة انها تبقى موجودة على شكل الرحم الخارجي بنعمل وش وغسيل وبعض المواد اللي بتساعد على وجود تجلط الدم في الجرح مش تجلط الدم داخل الاولادة او الشرعين وبالتالي يبقى احنا دخلنا كمان وحفظنا عشان نقل الفرصة الالتساقات اللي تكون موجودة من تجمعات دموية موجودة او يحصل هيمتومة تجمع دموية داخل الجغشاء البريتوني فيؤدي الى حرارة مرتفعة او لقدر الله التساقات او يحصل الالتهاب بريتوني فتضطر تفتح البطن مرة تانية الحالة دي وزيلة رحمة لا وزيلة الاورام اللي فيها فقط وليها اللقاء تاني عاوزين نشوفها بعد الاورام اللي فيها بعد العدد العدد ده لازم اطلع اشرحه طبعا للأهالي ونشوف هل الورام هل ممكن نشيل الاورام دي بالكامل ونسيب رحم وظيفي اطبعا ورحم يد الشغل يرجع تاني للوظيفة بتاعته اطبعا بعد 65 ورام اه بعد 65 ورام ويرجع تاني والدوريات بتؤكد كده للتأخير عشان نقول اه طبعا فبالتالي بنطمن البنات ضد ازالة الرحم في حالة وجود داعي جراحي لازالة الرحم داعي جراحي ازالة الرحم وكمان دي خبرات متراكمة ومش اي حد هيقدر يقول اشيل او راملي فيها او لا بص كمان شايف ده ورامليفي موجود بروتينيل مش هتشوف اللي غير بالمنزار ده شايف ده مش هتشوف اللي غير بالمنزار وبالتالي يبقى ده حتى كمان احسان احيانا بيحصل ايه بيحصل لما بيكون ورامليفي توستد بص شايف ده شايف ده شايف الورامليفي ده ده في اومنتا في مندين البطن وبالتالي الورامليفي ده اللي بيبقى موجود نتيجة ايه انه حصل له افالشن كان ليه بدكل وساب البدكل وبالتالي فلت متعلق في الومنتا في الومنتا وتتحرك وبقى برازتك مياه شوف لي واحده خركته بعد ده لو ما دخلتش بالمنزار وشوفت البطن كان الورام كان الرحم كله على بعضه بالاورام كبير ما للبطن احا وده ورام موجود كأنه جزء من الرحم لما فضيت الرحم وطلعته برا وبدأت تستقصر بدخولك بالمنزار مرة اخرى لقيت اومنتا فيبرويد ورام ليفي هنا اومنتا في 62 هيج ميومة انيسة 42 سنة مش متجاوزة جات بتشيك بقى منهم للدستنشل وفريكنس وفمينسترويشن وهدك وبقى بين ميديكا لهايبرتنشن بضغط بتاخد ادوية معينة سيرجيك اللي معملش اي جراحات بدأنا باللابروسكوب يعني ده الصنار بيقول الاورام اللي فيها متعددة اللي موجودة نكامل الصورة اللي بعدها ده شكل الابرتب فيايندين ان احنا كان كبير ووصل لغاية الابيجاستريم وكان ومالتو بالميومة والميومة كانت اكتر من 60 نمبر كان من صنطي الى 20 صنطي وشناهم بالكامل ولو نقدر نشوف اهو حتى في البيتولوجيكال ريبورت اليتورايم مايومة مايومكتومي لايو مايومة نو ماليجننسي مفيش فرصة اورام خبيسة مرضو عايزين نؤكد علميا حاجة مهم عشان احنا بتفرج علينا 150 الف طبيب بتفرج علينا كم كبير جدا من المتخصصين والكبار والمتوسطين والصغير في عالم النساء والتوبيب في حالات تستدعي علميا انديكيتد ان احنا نزيل الرحم ليس على الجراح الذي يزيل الرحم في حالة انديكيتد او هو مجبر علميا وجراحيا انه هو يزيل الرحم اي ملومة وليس هو اقل ولا ادنى من بل الجراح اللي يفكر ويتعامل مع الورم اللي في ويسيب ورم رحم غير وظيفة او غميش شغال او عرضة للنزيف او في حالة نزيف ده كارثي ده كارثي ده كلام العلمي الطب الصحيح ده قواعد اساسية ليس لها جراحية اه طبعا بالتأكيد كمان انه زي ما انت بتقول هتقدر تسيب ورم او رحم يقدر يشيل اجنة فيما بعد او سايب رحم ديستوردد اناتومي بقى كله مشوه ومنبعج ما يقدرش يشيل او 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 دي حاجات اساسية جراحيا وما فيش نقاش فيها ممكن تكون انت كمان ممكن تكون ورحم اصغر من كده وقادلو مايوزس وفيه تغدد رحم ونزيف لا يتوقف وقلامه برحة وبتضطر تقول المريضة انك هتشيل الرحم هنا لان يعني يا اما ما عندكش حل اخر مش عارفة تسيطر وقلام رهيبة ونزيف رهيفة بتقول المريضة اه اسباب استقصال الارحم دي بقى النقاشها فيما بعد ولكن اعوز اقول دلوقتي في العالم كله بيبقى فيه صحيحة علمية ايه المشاكل اللي كانوا بتوجهك قبل كده والتحديات والتغلب عليها ازاي انك انت تقدر تقلل من فرص استقصال الارحم في وجود عدة اورام كتير هل انك انت بتدي بعض الادوية اللي بتقلل من حجم الارحم موجود زي ريوري بريستال اسيتيت تقدر اسمه العلمي او اسمه الازمي اه تقدر وبعض الناس بتستفيد وحجم الاورام ممكن يصغر اه تقدر وبالتالي بتقدر تعمل حالة من لبروتومي من فتح تخليدي والستقصال الارحم الى استقصال الاورام اه طبعا والثورة العلمية في العالم كله دلوقتي كده اه طبعا ولابد تكون في الرجب الحضاري المتحضر اه طبعا وبالتالي ما فيش حاجة اسمعها كل مريضة لا في ناس كتيرة جدا استقصال الارحم بدون سبب من استقصال الارحم ده خطر لا لو تحديات لا هتشيل الرحم لا بش هسمعها كده في حالات ممكن الحفاظ على الارحم دي حاجة التاني ما بعد الاستقصال الاورام بتتحط على قواعد سواء انتفقنا نظام غذائي ونظام رياضي وحمية غذائية بشكل معين وبعض الادوية اللي بتقلل من نشاط الاورام بشكله او باخر لغاية ما تقول لو هي انسة بتحافظ رجالة ما تيجي تتجاوز وتحمل وتشوف بعد كده المتابعة هتبقى عاملة ازاي هالفي فرصة لريكارنس او لا لسبب لكلما تعددت الاورام اللي فيها بقت نسبة الريكارنس عالية الرجوع الرجوع ارتدد الاورام اللي فيها تبقى موجودة ممكن تشيل اتنين وستين وارام ليفي لكن ممكن تلاقي نفسك سعيب كمان عشرين وارام ليفي يعني اقصد انت مش هتقدر تشيل كل السيدلينج وكمان ممكن تبقى فيه كاينه برعام من الاورام اللي فيها سعيارة اللي بيخلي ايضا اللي بيخلي عشر في المية في السنة الاولى وخمسين في المين بعد خامس سنين تلاقي ان فيه تضخم الاورام اللي فيها عشر وفيه جينات عشر في المavia رجوع وتخمسين في السن في الم Sand طبعا وفيه جينات بما بين داخل المريضة المرضى المختلفين السينج المايومة غير المالتو بالميومة. يعني الورم اللي في الأحادي غير المالتو بالميومة. الورم اللي في الأحادي نسبة رجوعه أقل. ونسبة تأثيره على حدوث الحمل أقل. غير المالتو بالميومة نسبة رجوعها أكتر. ونسبة تأثيرها وجودها حتى وإن كانت دون المستوى أكتر على فرصة وجود الحمل. ودي حاجات لازم تبقى معروفة علميا عشان يبقى بنتكلم بشكل علمي مدروس وحقيقي لما نيجي حتى بنتكلم على نوادر الحالات لعدد الأورام اللي فيها الكتيرة دي مش قاعدة بنعطلها بالرصخة ان دي حالة سهلة او حالة احنا متميزين فيها او حالة هي دي طبيعة الحالة لا طبعا مش طبيعة الحال طبيعة الحال ان لما نلاقي مشاكل هتبقى المشاكل ضخمة احنا مش عشان نحابس على رحم يبقى في نزيف داخل العمليات وبالتالي ده دعوة لكل فتاة ودعوة لكل امرأة تابعي جيدا رحمك استمعي جيدا لصوت رحمك لو في نزيف مش في وقته لو في نزيف غزير خدي قرارك وقربي بسرعة وشوفي لو كان في ورم استقصليه لو كان مؤثر على رحمك عن ان انت تتأخري فنلاقي في الآخر مضطرة انك انت تتأخصلي رحمك تعالوا نشوف العملية بقى احنا شوفنا العملية هنشرح عليها طب تعالوا نشوفها عملية تانية هنشرح عليها طب يلا تعالوا نشوف حالة عادي ايه بقى الحالة دي كانت ورم ليه في ضخم لحد تآخر في القرار لدرجة انها اتجاوزت فطلقت جاوزت فطلقت فطلقت من القلم الشديد ومن النزيف الشديد وبالتالي الورم كان ضخم وهي بشخصها بأمها قلقانين جدا عندهم مرض الخواف خايفة جدا من غرفة العمليات كذا دكتور قال لها بجد خد القرار لستقصال الورم خايفة تاخد القرار عملة تتقاعز كلما تقرب داخلت اكتر من المساشفة وكلما تقرب من اتخاذ القرار تخاف بدأ يجي لها انمية ونزف ونقل دم وبرضو خايفة تاخد القرار لغاية لما توحدت كل اشلاقة وجمعتها انها تاخد القرار كان هنا التكلام معاها ازاي ان احنا نبدأ ننقشها نفسيا عن عضويا ما يخرا سيعارف ان عندها ايه وبعد لما بدأت تجمع اشلاقة وبدأت تعرف ان دي لو ده قدر هنواجهه بشكل راكي جدا ونتعامل معاه وانا شفت ان نقدر ان شاء الله نحافظ على الرحم في حالة زي كده هو سابسيرس بوستيريور وكبير وضخم ان استيل سابسيرس يعني هو يعني يقع خلف الرحم اه لو نقدر حتى لو جبنا هنا دلوقتي لما نقول ازاي ان احنا دخلنا بالمنزار وشخاصنا قدقي انه هو هيوج وبعد كده دخلنا جراحيا العملية بقى نفسها اه دخلنا بعد كده ده المنزار الاول انه هو هيوج كنت اعاوز ان انا عارف ان في تغيرات بالصنار بتقول ان فيه شوية دي جينيريشن موجودة لكن ما كانش فيه الكالسيفيكيشن ده كان واضح اللي هو التكلس يتحول الورم الليفي الى عضم بالكامل هو ثلاث اجزاء فيوز توجدر ملتحمين مع بعض جزئين منهم انه هو ورم لسه فلشي لحمي زي فيبرس ليفي والجزء الثالث تتحول الى كالسيوم بالكامل عضم بالكامل حتى اثناء البوست اوبرتف واحنا بنشوف الماكروسكوبك ان احنا زي بنشوف ده مرض هل هو يعني نوع هل فيه الدجينيريشن اللي موجود داخليا المشرة بص هنا دكتور ايمان شايف هنا ده الكومن إليك واليوريتر هنا على الراحي الرايت الورم كان ضغط على كومن إليك وعشان كده كومن إليك ده شريان الشريان الاساسي في الحوض والحالب عليه عشان كده ألم رهيب جدا في اللوين بين بسبب ان الورم عامل كومبريشن سيمتوم دك ممكن جدا يوصل الكلة لفشل بص بص قدي اعمالها بتتقلم بدأنا نعمل نفس القصة زي نقدر نعمل بالبايبولر ونفس البرينسب اللي بتاعتنا بتعمل حاجة اسمها إيه انت عشان تخيط انتر كوربوريال هتعمل حاجة اسمها أبليك هنا المرض ازاي انت تقدر بقى عملنا كإنه line of incision خلاص وبنقلل time factor ازاي تقدر تعمل مرحلة تانية انه هو يبقى لاباروتومي لو جرينا شوية ونقدر زي انه نقول مرحلة الكونفيرشن نحن نحول من لاباروسكوبي للااباروتومي اند باك اه وبعدين نفتح فتحنا عليه فتحنا للكابسول ووسعناها لو نقدر نروح للمرحلة التانية يعني عاوز بس عشان نلحق نعرض اكتر من حاجة النهاردة مش احنا كده مشين احنا هو بيجري كده على فكرة يجري يجري ووسعنا لنفسنا قد الميومة سكروه ووسعنا لنفسنا اللي هو بيمسك لغاية لما عملنا انكيوليشن بالكامل نحاول نفتح فتحة اللاباروتومي يعني او بما انا صاحب نفصل بقى ندخل الفتحة الجراحية احنا طلعنا طلعنا الميومة اها وبعدين نرجع مثلا انا عد اختصار النهاردة احنا بس عشان بنخاف نجيبلكم شكل فتحة الجلد من برا ده ده الورام الليفي الورام الليفي من جوه واضح الواضح ده اه ده بعد ما سقصنا الورام الليفي والرحم تاني بحت تحت عينينا باللابروسكوب لما سقصنا الورام الليفي هنطلع ده جزء من البروتونية الفات يعني هادي منظر الورام منظر الرحم واده المبيضين واده الأنبوبتين واده ما فيش اي كوليكشن ولا فيه اي تجمع وعملنا طبعا شوفنا شوف المبيض اللي ما كانش باين لو احنا شوفنا هنا الحالب ببص بصورة ما بقاش فيه اي كوليكشن موجود الحالب والكومن إليك اتشال عليهم الضغط الموجود لو جينا بقى لو رجعنا لتفصيل الورام هو قد اي واحنا بنفتحه وابتشوف الورام الليفي الليفي بين ان هو الليفي والقلياف بين الالياف والرنجد انها قلياف ويتحول الورام الى كلسة معظم بالكامل نتيجة اي كنت بتسأل نتيجة ان الدورة الدموية اللي كانت بتبقى موجودة شبكة عنكوبوتية حوالين الورام فالورام لما حصل وصل انه بقى رابد لجروينج بقى تضخم وكبر جدا بقى الشبكة العنكوبوتية اللي حواليه مش قادرة تغذيه فبدأ يحصل ديبوزيشن للكالسيوم فيه ترسو بكالسيوم ترسو بكالسيوم هو ده الكلام هو كالسيوم فيبرويد وين فيبرويد هذريش تفاينل سيوم 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 فيبرويد تيشو والفيبرويد اربع بيشرح طبعا وده حصل دي جينيرشن زي ما موجود يبقى احنا كمان تفسير للناس تآكل في الورب تفسير للناس وده البرد الهيوش كالسفايد فيبرويد من 32 سنة واللي احنا قلنا ديفورس واللي مكانش قبل كده اللي غير كان اسبوع عاملك قبل كده هستروسكو هو احنا بدأنا الولاد منزلوا الاول صورة لازلوا لسولة الورم يعني ليلة نفسينا جوه لعملية ده منظر الورم اللي في سواء كان نفسي اعرف بس الحالة اولها يعني كان نفسي اشوف المريضة عندها كم سنة وبتاع الشاشة دي ما عرفش راحت فيه مش موجود بس اللي خادت دي كان ممكن نستعين على بدل بس اتعرض و جاءنا بعملية وصل ليلة نفسينا في وسط وطر عملية ونسيك وإحنا مرتبين عدد من الحالات الكتيرة فالأورام اللي في ومشاكلها لو نقدر بعد العملية نجيب شكل الورم بس لان عاوز اوصل للناس قد ايه احنا اه حرسين ان هم مبقاش يشوفوا عمف لكن هم علينا بهم لمستوى علمي يشوفوا الى عضم كيف تتحول المبيضين الى عضم عملنا كم حالة اللي كان فيه اكتر من مبيض تحول الى اوسفهايد تيشوز وتحولت الى عضم وكالسيوم وادى الاورام اللي فيها تتحول الى كالسيوم وادى لما بنتأخر في قرارنا وحجم المشكلة الصغير لما بيكبر وكنا متخيلين طالما البنت قدرت تصبر واليوم بيعدي والشهر بيعدي والسنة بيعدي مفيش مشكلة والمشكلة عمالة تكبر وتكبر وتكبر لغاية لما في الاخر خالص كنت بتحب بنتك فاتخرب بيتها وطلقت كنت بتحب بنتك فبقت عندها مشاكل جدا وفي الاخر بتصنى الارحام كنا بتحب بنتك بقت عندها مشكلة كبيرة جدا بسبب انها تأخرت وبسبب ان حصل كمان مشكلة ممكن تكون في الانجاب او في الاجهاض او واتفر عاوزين نبدأ دايما نحن مشكلنا بدري مبكرا ازا كنا بنقول لو الوقاية خير من العلاج فبالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد التشخيص المبكر خير كتيرا جدا 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 من العلاج المؤكد وان كان تأخر عايز كمان عملية عشان نباحنا نوعنا احنا كبنا ورم كبير جبنا اورام عديدة جبنا ورم متكلف كل حالة يعني ايها خص تعالوا ادخل على العملية القادمة و一些 حركة العاملية القادمة اجيبını لنا عملية بشكل مفاجئ عايزете بس يعني ايه نعرف الاول نفاهم الناس احنا بنتكلم عن حالة عامل هلنشوف الحالة اللي جاية الحالة اللي جاية حالة برضو من الحالات اللي فيها اورょاب نفيه تعالوا نشوف هلنودخل على العملية على طول طيب ورين يا سيد العملية على طول وبس نعرف الاول اللي احنا فين في العملية بالزبط. ده ده عملية تانية. لا ده مش اولام لفاية. دي مش اولام لفاية. دي هنا حالة تانية خالص ونقلة تانية خالص خالص خالص. من مريضة نيولي مارد متزوجة حديثا. بتشتكي من الام رهيبة جدا جدا جدا. دخلنا بالمنظر. حالة دي جميلة جدا جدا. وفيها تحديات رهيبة رهيبة وتحديات في التشخيص. دي انسة. مش متى دي انسة. انسة بتعاني من الام رهيبة. بتشخاصة على اساس ان فيها اكياس دمائية. دخلنا بالمنظر. بس يا دكتور ايمن. لو الصورة. هات الصوت من الاستوديو لو سمحت. الاستوديو مش من الاستوديو من داخل العملية. اه لو سمحت. جميلة جدا يا دكتور ايمن. اه اه فيها. هات الصوت. صوت مزيكة. لا 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 مش مزيكة. اه لا هنا فيه التساك ما بين. اه هنا احنا احنا ده اه ده المبيض اه مبيض واحد متضخم. بالكامل اه في منطقة الحود. بالكامل اه في منطقة الحود. بالكامل. واخد تجويف الباوشو في دوجلس. الكيس كبير جدا لدرجة ممكن يباني انه هو كسينج اوفرز. والمبيض التاني. اه بصين فبعض. بص بقى هنا. بعد ما منشيل المبيض تماما. وبنرجعه. ومنشيل الالتساكات. والالتساكات بتشالها بريمتيكليس. قريب جدا. وبتسبش الالتساكات لانها عبارة عن فيبرا سيشو فيها او عيادة موية. لو سبتها عندها سداد للالتساك مرة اخرى. طيب. ده 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 برضه التساك. لسه الى الان. اه الى الان احنا داخلين بالتدريج. بتفك الالتساك. وبتكل الالتساكات دي تستقصل عشان هستو باثولوجي. كيس ارتشاحي موجود شكل من الاشكال بطنة الرحم المهاجرة. الكيس لتشوكرة انفجر. بنفض الكيس. وبنبدأ نحرر المبيض. لو الصوت يا رجع الدكتور عامل لان هنا في مفاجأة رهيبة جدا. طب تعالي نشوف كده من جوة قط العمليات. سمعنا كده من جوة قط العمليات المفاجأات. برضو. مش مشكلة. بس يا دكتور ايمن. ها. هنا تحت المبيض الايمن. شايف ده. هات الصوت بقى. هو. هات كده الصوت من جوة. دي الزايدة الدودي. اها. بالكامل مشدودة بالامعاء. ومحجوزة تحت المبيض. اها. كيف هتم تشخيص. اها. بس ازاي ده فين. ازاي ده دي. ازاي. نكمل. نكمل كده. وريني سمعنا جوة. محدش ولا في الدنيا. هيعرف يشخص دي. نمسك الزايدة. بس بس وريني هنا. بس وريها اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. هنا بقى هنا الزايدة الدودي. يلاقي نحب مكان غير طبيعي. وبالتالي قلم شديد جدا في الناحية اليمين. قلم شديد جدا متشخص على انه بطانة راح مهاجرة. والنكيس دموي. بدأت لناخد بعض الادوية عشان تنشف الكيس الدموي. ما استجابش لكده. وعندها الالم. ومتشخص القيء. والميل القيء. والحرارة اللي موجودة. على انه كيس الدموي. بس اصلنا. يعني فرغنا الكيس الدموي من محتوياته. وبعد كده. لقينا تحتيز زايدة بالكامل. متاخدة بالسيكم. نزلة. ومحجوزة. وملتصقة في جدار الحض. قفل الباوش بدوجلس. وقلم رهيب. قلم رهيب. قلم رهيب. اصلنا او استبعدنا زايدة الاول. ورجعنا في مكانها الطبيعي. وبعد كده بنبدأ هنشيل. هنا ازاي بقى كمان. ان احنا هنبدأ نستقصل الكيس من داخل المبيض. والحفاظ على المبيض. هنا التحدي التاني بقى. ازا كان المبيض. هو مغزن البيضات المولود بيها اي طفلة. واي اه مراهقة. ازاي انك انت هتقدر تستقصل الكيس الدموي من داخل. بس الشرب ما بين الكابسولة. ما بين الاوفيريان تشو. الفاصل. الفاصل. هنا. هنا. وما بين هنا الايه? السيست. بس شوف ادي ايه تراكشن والانت تراكشن موجود بكوة بشكل معين وفق برضو. جايد لاينز. شوف البيلين بتشوف الايه بقى بنجري هنا ازاي نشوف. واصلة جدا. ادي الاوفيريان تشو. نسيج المبيض عن ناحية اليمين في ايدي اليمين اللي فوق. والايد الشمال اللي فيها الاوفيريان الشوكولت سيست. بينهم الكابسولة اللي هي حوالي ايه? نص ميلي. نص سنتي خمسة ميلي. ادي ايه انك انت اشوف التراكشن والانتراكشن. خلي بالك الايدي اليمين اللي ساحبه المبيض لو قد ايه ان المبيض ممكن بيبقى فرايبول فتلاقي جزء من المبيض بيطلع مع النسيج. عشان كده لما بيقولوا للناس ان فيه جزء من المبيض او مخزون المبيض بيقل بعد السقصال كيس اللي بتشوكولت سيست دي حقيقة. لما بيقولوا بالرغم من التحديات الرهيبة ناخد بالنا كتير جدا من الكي اللي ممكن يكون موجود على المبيض لانه ممكن ندمر جزء من المبيض بالكي نموت جزء من المبيض اللي بيطلع. اللي هو فيه مغزن البويدات دي حقيقة. وبالتالي ادي كمان الازاي ده. جزء اصيل بيسموه ايه الازاي ده هنا بقى. بيسموه الانينفايتد جست. يعني الضيف الغير مدعو. اه جاي في مكان مش مظبوط. جاي في مكان مش مظبوط. من مكان طالع من فوق وبقى جزء اصيل من المشكلة. ازاي? جزء اصيل من الالتهابات الموجودة في الحود. وجزء اصيل ان هو جزء احيانا بيبع. دخل دخل في فرح الالتهاب. اه اه. دخل في عزوم الالتهاب. من غير دعوة. اه في عزوم الالتهاب. من غير اي دعوة. وبالتالي قلم رهيب. اه اه اه. وبقى جزء من القلم اللي موجود. اللي يضلي تشخيصه. لو اتعاملت جراحة تقليدية. ممكن تلاقي زايدة مستخبية تحت اللي. اللي تشوكل السيست. ولو اتعاملت بمنزار. وانت ما كنتش مؤهل انك تستقصل ازاي ده 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 ده. فمش هتشوفها. وبالتالي لازم يكون يعني فيه قواعد لمنمن انبيزيف سيرجري. عشان دي بقى فيه. هنا بنعمل جزء بقى اصيل جدا في العملية. ايه هو? بنعمل حاجة اسمها اوفيريون ساسبنشن. اه. اللي هو بنعلق المبيض. اه. لان لو سبناه مالتساقات جهزة والالتهابات جهزة. فبنرفع المبيض من مدة من يومين لاسبوع على حسب الحالة. لغاية لما يحصل ابثاليزيشن في مكان الالتهاب اللي كان موجود. اه تكوين نسيجي هدي الالتهاب. وبالتالي. وبالتالي لما نبدأ نقلل الالتهابات تحت وفوق. فيه فرصة. فرصة الريء انفورميشن للأدهيجن في الاسبوع الاولاني. وبالتالي الاسبوع الاولاني لو احنا رفعنا المبيض بعدناه عن مكان الالتساق. لو عدنا الاسبوع ده بقى فرصة الالتساقات اقل ان شاء الله. فرصة حدوث تاني انسيجامة بين الاعضاء وبعضها. وفرصة حدوث حمل طبيعي لمعمولة احصائيا بقت عالية كتير جدا. ودي نموذج لحالة تانية لبنت للتدخل الامن في وقت محدد واكتشاف شكل اصيل من الانفايتد جسد مريض للجزء من المسانة احيانا المسانة تأخر التحرك وتجاهل الارض. عاوزين نقول ان احنا كنا كتيرا جدا لا نعلم عن امراض نشيء كل ما انا بنتعلم عن امراض نشيء بنستعدله. المرض عدوه. وكل ما بتعرف حاجة عن عدوك بتستعدله استعداد سواء كان المريض نفسه اللي هو يمتلق العدوه جواه. او الطبيب اللي هيتعامل مع مرض عدوه داخل انسان. دي حاجة. كل ما تأخرنا. بس المستعمر بيزيد من من فحولته ومن سيطرته. وبالتالي تبقى المشكلة اضخمة. عاوزين نزود الوعي للناس. عاوزين نقول ان لأ بنتعامل مع الانسات بشكل من من شكل من الخوف الابوي على كل طفلة وعلى كل انسة. شايفين مستقبلها زي ما ابوها واماها شايفين مستقبلهم. مش الجراحة بالنسبة لنا سهلة يلا نعمل الجراحة. او في الجراحة راحة زي ما بتقال. وبالتالي بنقول يعني كل ما كانت تدخل مبكرا كل ما كانت المشاكل اقل تعقيدا واكثر امانا. والواضح الرسالة اللي احنا وصلت لنا مهاردة انه ينبغي ان كل اهل مريض يكونوا حواليه بشكل جيد جدا بدون ان يضلوه. بدون ان يكونوا عامل سلبي. بدون ان يكونوا عامل ضغط. متاخدش بنتك او متاخديش بنتك. الخالة العامة متتدخليش في الطب. متدليش بدلوك. ارجوكم الخالة والعمة دول خطرين جدا لو قدلوا بدلوهم في امور طبية. متتكلميش ومترتديش يساوي بالابد مش بتاعك. انتي خالة عامة اققى فيه جنب ماديا لو انتي هتساعدي لو معنويا انتي بتدعمي اهلا وسهلا على دماغنا. لكن تقولي لأ ومش عارف ايه ومتعملوش كزا وعملو كزا مش من حقك. انتي بتودي البنت دي في ستين الف مشكلة. بسبب تدخلاتك اللي بتبدي وانتي بتبين ان انتي خايفة على البنت جدا. لكن انا التدخل الغير منطقي ده دلالة على عدم الخوف. ودلالة اساسا على انك انتي مش وعي انت بتعمل ايه. تنورتنا. يعني نورتنا وكالعادة ابدعته والحقيقة حوار في منتهى الاهمية. في منتهى التنوع. علم دقيق. راح جزء منه الاطباء بشكل رائع جدا جدا. عمليات مهمة جدا. تفاصيلها. الدقيقة مهمة للغاية. ضيفي العزيزة القمر علم الكبير. الاساس دكتور سيد الاخرى التانى. ضيفي في الدكتور. شكرا. شكرا. خليكوا دايما مع الدكتور. اشتركوا في القناة.